اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي بيحكمنا اتكلمنا عنه مرارا وتكرارا من قبل الناس ما حد يتكلم على التهدئة وعلى ازادة الاحتقان وعلى لم الشامل وعلى الكلمتين اللي ماشيينوا اللي يومون دول في السوق مؤنس عدلي من اكتر من شهر تقريبا قالك ما تيجي نجرب ما جيبش سر ما جيبش سر حد وكل واحد ينشغل بنفسه ودعينا لكده ده توجهنا وده حرصنا لكن ما يتعلق بحق النادي الالي لا صمتة فيها ولا سكوت عنها بمعنى انه في حق النادي الالي هندفع عنه بكل قوة وبكل احترام وبكل شكل منهجي محترم زي خط البرنامج اذا حضراتكم حفظينه اكتر مننا لكن لن نستدرج لن ننزلق لن نتهاتر لن نخرج عن السياق احنا بنقدر بشكل كويس قوي دورنا المهني ورسالتنا الاعلامية اللي المفروضة علينا واللي احنا ملتزمين بيها وكمان قبل كل ده ده اتساق مع النادي الاهلي النادي الاهلي بتقاليده وبقيامه بدوابته النادي الاهلي اللي النهاردة مش ماندس معرفش ايه الربط التاريخي غير الطبيعي واحنا بنتذكر دور النادي الاهلي وشبابه ومؤسسيه رجال الحركة الوطنية في البداية في بداية النشأة وطبيعتها زي كانوا هؤلاء الشبيبة كانوا بيطلقوا على الشباب اسم الشبيبة حرصين على انه ينشئوا مكان يترياضوا فيه ويحافظوا بيه على قيمهم هكذا اريد للنادي الاهلي ويدفعوا من خلاله على المجتمع وحقه في الاستقلال دي طبيعة النشأة ودول سواعد النادي الاهلي او سواعد مصر الوطنية في هذه الحكبة النهاردة النهاردة 21 مارس 2019 الدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم وهو بيحل ضيفا كريما على النادي الاهلي لتوقيع بروتوكول تعاون بين النادي الاهلي ووزارة التربية والتعليم في مشروع بنك المعرفة يتحدث عن تقديره الكبير لدور النادي الاهلي في بناء الانسان وتربية النشأة يا سيدة برهيد 112 سنة المعنى ثابت وواحد اهتمام النادي الاهلي بدوره المجتمعي وواجبه اتجاه وطن على فكرة يعني انا دخلت اول مرة مجلس الادارة سنة 76 وتقريبا انا محرم كنا صغر اتنين في المجلس نعم كابتن محرم الرغم اي لكن انا كل اللي كنت معني به لجان النادي الاهلي اه ان انا استقرأت واستوحيت من تاريخه ان كان فيه لجان وكان فيه هوايات وكان حلمي ان انا اقدر ايرجع وعملت مجموعة من اللجان افرزت على تتالي الامر قيادات وزراء وزراء يعني عمر الجرحي الوزير المالية السابق اي احد ابناء هذه التجربة نبتة من هذه اللي جان اه دكتور طارق شاوي النهاردة كشف عنده هو احد ابناء هذه اللي جان صحيح الوزير عمر فاروق احد ابناء هذه اللي جان ولو فتشنا اكتر حلاقي قيادات من ابناء هذه اللي جان وهي دي بقى بتقولك ان انت بتروح للسمات اللي هي قابلة للتطور تديها الفرصة وتدعمها وهي بتعبر عن نفسها وبتسري مكانها عشان كده هن نمد خيط على امتداده خيط تاريخي بين 1919 دور ابناء النادي الاهلي من قيادات الحركة الوطنية وقتها في الحراك الوطني الكبير في سورة 19 اللي هذا الشهر بيمر عليها مئة سنة ثم دور النادي الاهلي النهاردة في خدمة مجتمعه ووطنه زي ما قاله كابتن محمود الخطيب واللي ترجمه بوضوح الدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم دي فلسفة حلقة النهاردة اذكر يا أستاذ ابراهيم من تجربة هذا المجلس واللجان التي تعمل والشباب الذي يتولى المسؤوليات ويأخذ التحديات ويكتسب الخبرات في المدى القريب هتشوف فيه خيادات مهمة جدا هنسمع كلام عبدالخالق باشا سروت في الجمعية العمومية 1919 وبعد قبل مئة سنة هنسمع كلام الكابتن محمود الخطيب النهاردة في استقبال الدكتور طارق شاوي وهتشوف المعاني السابتة والراسخة جدا فيما بين الحدثين والدور الوطني للهلي منذ قليل انتهى اجتماع مهم لمجلس دارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ماذا صدر في هذا الاجتماع معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي سيدة العميد اهلا بيك يا فاند مساخرة سيدة إبراهيم مساخرة كابتن عدلي اهلا بيك المجلس خالص مش كده سيدة العميد اه لسه خالص من نص ساعة بالضبط تمام طيب اهم القرارات طبعا انا بس استكملا للكلام الجميل اللي طبعا دوت يعني دور الشباب واللجان القصصة وبرنامج عائلة الاهلي النهاردة طبعا احنا كلنا كنا يعني يعني اللقاء كان مهم جدا جدا وكان شرفنا سيد وزير التربية والتعليم دكتور طرق شوق الهلاوي المحترم اللي بيحاول يغير وبيطور وبيدخل التكنولوجيا وهو قال كلام جميل جدا وجد سيدة رئيس الجمهورية ازاي يعني انخلي الانسان او الشاب يبدع ويتعلم ويفكر وده اللي احنا بنقدمه المجتمع وكتنحون الخطيب ومجلس دار في البروتوكول اللي اتمضى النهاردة بمعرفة الكادر وزير طرق شوق وزير التربية والتعليم وكبت محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وديه طبعا النادي الاهلي النادي الاول او النادي دايما هو الطباق ورائد براراته فالحمد لله رب العالمين النهاردة اول بروتوكول لبنك المعرفة عشان يخدم الرياضيين اعضاء النادي الاهلي جميع العمومية ابناء النادي الاهلي ازاي نساعد ولادنا اللي هما يبحثوا في بنك المعرفة ازاي هنساعد ولادنا اللي هو بعدهم تطور تكنولوجي دي كانت فكرة لجنة الشباب اللي هو كابتن خطيب اول لما سمع عنها اداهم كل السابورت اللي هما يتحركوا عشان خطر النهاردة فعلا نوقع هذا البروتوكول فطبعا يعني بنشكر لجنة الشباب بنشكر كابتن خطيب ومجلس الادارة اللي هو دايما يعني يعني اي فكر كويس او اي فكر هيقدم خدمة اعضاء الجماعة العمومية والنادي الاهلي ومجموره على الفور بيتنفذ وعلى طول زي ما احنا شفنا النهاردة كان توقيع البروتوكول دوت وكلام الدكتورة شوق الجميل جدا جدا اللي انتوا بقى ان شاء الله تستكمله عليه الموضوع بإذن الله والنهاردة برضو استكمالا لهذا الموضوع والتطور التكنولوجي النهاردة عشان خاطر يبقى التكنولوجيا يعني يعني دلوقت انتوا بتخشوا المجلس بالتابلت وحتمتحنوا به وهنمتحن به برسه وبردو كل عدم الهزرة تمتحن به فهو النهاردة مش تقول لي ايام عصر المدير التنفيذي بالورق والألم لا والألم الكوبيا والألم الكوبيا لا والله احنا بنحاول برضو بنحاول يعني يبقى فيه تطور وهو ده المفتوض يعني زي ما كابتن محمود الخطيب قال الدولة عليها عباء النهاردة الاندية لها دور ومساعدة الاندية وليها دور ومساعدة الدولة فاحنا النهاردة بنبدأ بنفسينا انت النهاردة بتتحرك بكل اتجاه في سواء على المستوى الرياضي الحمد لله رب العالمين الضواء تتطين المرحلة تانية وكوة جدا المستوى الاجتماعي والحمد لله احنا يعني مشيط فيها بشكل خطة ثابتة وبساعدة كل اللي جان الموجودة معنا وطبعا برضو النهاردة اخذنا قرار مجلس الادارة بتعيين الاستاذ محمد الطبان وهو طبعا من الكفاءات المصرية المعروف في مجال التكنولوجيا المعلومات عشان يكون مستشار لمجلس الادارة في هذا المجال برضو عشان اضافة للتطوير اضافة للتطوير الموقع الناجي الاهلي اضافة للتطوير العمل الاي تي والتكنولوجيا في النادي الاهلي عشان خاطر يقدم خدمات على مستوى النادي مثل النهاردة النادي الاهلي بقى عنده يعني الفروع التلاتة وفيه فرع رابع في التجمع الكامس ان شاء الله بإذن الله وفيه برضو خطة ازاي نتور فروعنا وينزيد من عدد على مستوى محفظات الجمهورية فربنا يسهل ان شاء الله فطبعا اهم يا رب توصلوا وقريبا لفكرة ازاي نعمل الانتخابات بالتصويت الالكتروني بالتصويت الالكتروني اكيد برضو ده هيبقى ليها دور مهم جدا جدا عشان كده الاستعانة بالاستاذ محمد السباركة مستشار لمجلس الادارة في هذا المجال اكيد هنشوف الفترة اللي جاية فيه تطوير قوي بإذن الله وطبعا برضو بمساعدة الشركة راية ومصر للثلاث انت بتغير البنية التحتية بالكامل النهاردة للنادي على المستوى ثلاث فروع عشان خاطر تبقى قادرة الهاتف تتوعب هذا الموضوع ان شاء الله بإذن الله انا عارف ان شركة وي في الاجتماع اللي كنا حضرناها حريصة جدا انها تدعم الخطوات دي واعتقد انها ممكن تعمل معانا دور كبير في هذا الشهر وهي ابتدت بالفعل فعلا ابتدت بالفعل شغالها بالفعل وفي خلال يعني ان شاء الله بإذن الله نهاية الشهر الحالي او يعني الشهر القادم ان شاء الله يكون على مستوى ثلاث فروع يبقى انت النهاردة عندها خدمة الواي فاي متوفرة خدمة الانترنت متوفرة ومتوفرة بنصال قوة وبنصاله بالفعل شغالين ربنا يكرم بإذن الله ان شاء الله بإذن الله غيره 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 الغيره اللي بعديه بقى الموافقة على اطلاق برضو في هذا المجال الابليكيشن لأعضاء النادي الاهلي عن طريق الموبايل بفيه ابلكيشن موجود من خلاله يستطيع عضو النادي الاهلي يقدم كل الخدمات اللي هو بيبقى محتاجها من طريق عن طريق الابليكيشن حتى لو فيه اي شكاوى بالنسبة له الخدمات المقدمة في النادي برضو هيبقى عن طريق الابليكيشن بيكتب الشكوى بتاعته هننسب بقى صندوق الاختراحات والمشاكاوى والكلام ده وخلاص احنا كلنا معانا الابليكيشن بتاع النادي بيدي له كل خدمات النادي وتعبر معاه على اي شكوى اي ملاحظة كل اللي انت عايز تقوله هتتواصل بيه في الفترة الحالية هنشتغل على التوازي هنسيب الابليكيشن لشبابنا وولادنا والاجيال اللي طالعا وهنسيب برضو تدوى الشكاوي للصفرات اللي موجودة لغاية ما كل الناس اللي عندها الخدرة اللي هي تستخدم الابليكيشن وتستفيد من الخدمات الموجودة يجدد اشتراكه من جر ما يجي النادي بيحجز معذكر مطروح بيحجز المطاعم خلال الابليكيشن اللي معاه بيحجز المستوى النشاط الرياضي فكل ده ان شاء الله بإذن الله يبقى في تطور مع الاعضاء وهيبقى في اماكن هتتوفق خلال الشهر الحالي ان شاء الله بإذن الله فيه ثلاث فروع عشان خطر نعرف اعضاءنا ازاي يستخدموا ابليكيشن النادي الاهلي وازاي لو في مشكلة بيقى تواصل معهم لغاية ان شاء الله ما نتصم تماما العملية الابليكيشن تفاعلت بمستوى جيد مع اعضاءنا ان شاء الله فده برضو من القرارات المهمة اللي احنا خلقنا اما على مجال التسويق طبعا برضو تسويق فاحنا تم برضو موافق على تعيين ماريان راشد خشاب نائب رئيس قسم التسويق للعلامة التجارية برضو عشان خاطر تتعم ادارة التسويق والتعقدات بتاعتنا في الفترة المجبلة ان شاء الله بإذن الله الحاجة التانية طبعا احنا عايزين نبارك لفريق الدرجة الاولى كورة طايرة اللي فاز ببطولة كس مصر وهو سافر امبارح بولندا عشان خاطر استعداد معسكر تدريبي عشان خاطر بطولة افريقيا المقامة بإذن دا الفترة من واحد اربعة وحتى عشر ابريل في على ارض النادي الاهلي وحنا طبعا احنا برضو بننظم دلوقتي بطولة السيادات اللي هتنتهي يوم 25 مارس ان شاء الله بإذن الله وتمنى الفريق فاحنا برضو اعتمادنا الميزانية الخاصة بمشاركة البطولة طريق طايرة الرجال في البطولة افريقيا اللي هتنظ اللي هتقام ان شاء الله بإذن الفترة من واحد لعشرة اربعة بإذن الله فده بالنسبة للنشاط الرياضي وبرضو في اعتمادنا توصية المكة بالتنفيذي في تجديد او عقود للعبين كورة الرياض لسيدات 22 لعيبة درجة اولى وطبعا برضو ده على مستوى الاحترافي برضو دعم لعيبة كورة اليد سيدات عشان خاطر الفترة القادمة ان شاء الله بننتظم منهم النتائج الافضل التعاقد مع لعيبة تنس بطرة مصر وبطرة كمهورية مياه شريف لموسم 2019 برضو مجلس الادارة وافق على التعاقد مع اللعبة لدعم فوق فريق التنس بالنسبة بقى لخدمات الاجتماعية مجلس الادارة برضو النهاردة اعتمد خطة معسكر مرسة مطروح انتنا لفاتت كان عندنا معسكر مرسة مطروح وانا قدمنا فيه تطوير استنادي برضو نفس القصة اعتمدنا 23 اسبوع لخدمة اوسع لأعضاء الجمعية العلمية على مستوى ثلاث فروع الان تبدأ الحجز وابتتاح معسكر مرسة مطروح ان شاء الله بدأتا من 20 ابريل وينتهي معسكر مرسة مطروح 19 عشرة بإذن الله في اجمالي 23 فوج تم تخصيص خمس افواج للرواد لان طبعا رواد النادي الاهلي بالنسبة لنا مهمين جدا جدا زي ما شباب النادي الاهلي مهمين زي ما برضو روادنا وطبرتنا هم بتعلم منهم مهمين بالنسبة لنا فبالتالي برضو مجلس الادارة اعتمد معسكر مرسة مطروح والحاجة الاخيرة طبعا اعتمدنا المنافذ المتقدمة عشان خاطر منطقة الفلوس الجديدة اللي بتؤثر في مدينة نصر 12 منفذ بواقع 12 منفذ بي شركات كتير جدا تقدمت ماء عالية عشان تقدم خدمات طيبة في مدينة نصر ان شاء الله برضو ده من بضمن برنامج عائلت النادي الاهلي ازاي احنا بنصور خدماتنا وبنصور النهاردة النادي الاهلي بقى او الاندية على مستوى الثلاث فروع بقى النهاردة اعضاءنا بقى الحمد لله رب العالمين هو ده اللي حنا بنحلم فيه الاولاد وعايزين يجو النادي بقى فيه تردد على النادي فيه خدمات متوفرة فده احنا شايتينه فعشان كده احنا بنحاول بنطور في خدماتنا عشان خطر اولادنا ما يجو النادي ما يخرجوش منه ويبقوا خصينا ازاي بقى يستفيدوا ويبقى عندهم كدوة يتعلموا منها وهو ده اهم حاجة دي اهم حاجة هو ده هو ده هو ده الغرض الاساسي النهاردة ندور على كدوة لولدنا ازاي بقى فيه كدوة يتعلم مننا الاخلاق ازاي كدوة يتعلم مننا الروح الرياضية ازاي كدوة يبقى شايف مننا سواء علمية او رياضية هو ده بقى انت بتقدم نموذج للمجتمع محترم فانت عايزه سداد هذا الثمن يعني ربنا وفاكو احنا مبسوطين لانه هو تمن بالدفع طريق عمل جيد طبعا اصدارة بروح جيدة كل الناس بتشتغل كل الناس بمديها وقت طويل جدا النهاردة لو هتشوف على مدار اليوم فاليومك بيبدأ ساعة 9 صبح بين تيسة 11 عدم اصدارة برئيس مجلس اصدارة متواجد على مستوى اليوم فده العاملين كلهم في النادي الاهلي فهي دي الخدمة اللي احنا بنقدمها عشان قطر زي ما اتحاجد بقى زي اقدم ابني في المجتمع يكون فعلا يعني النموذج مشرف يخدم بلده وبيخدم نديه بالشكل اللائف بالاخلاق اللي احنا عايزينها لنتوا ربطون عليها كيف نعدي هتعلمنا منكم وبنحاول بقدر امكان ننسي برضو هذه الرسالة الاجهال اللي جاية ان شاء الله ربنا وفاكو اتحافظوا على الآله في مكانه وصدارة وريادة وقدوة وانتم لها باذن الله يا رب خليك شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي اللي واعتقد حتى حضراتكم في الصورة كاملة من مجمل القرارات اللي صدرت النهاردة عن مجلس دارة النادي اللي انتهى منذ قليل وكلها بتستكمل رسم الصورة اللائقة صورة القيلة سيد امراهيم الاهلي اكثر من مجرد نادي الاهلي قيمة في مجتمعه بجد صدر الاهلي يتب وثبا وقفزا يستشرف الافاق بتاعت المستقبل بألياته وبأدواته والتكنولوجيا بتاعته واعتقد ما فيش اقدر من النادي الآن يقوم بهذا الدور سيبك يعني بطولاته الكلام ده طبعا مهمة جدا لكن والله هو ده الدور الاهم للنادي الآن هو عايز اقول لحضراتكم ده لا ينفصل عن دا هي دي قيامنا واحنا عارفين ان الدين ماشي جدا ويوم الاهلي يختلف او يتغير سهل جدا يخسر بطولة حتى لو كسب بطولة اذا اذا خسرت المبدأ والقيمة وكسبت بطولة فما كسبت شيئا لكن اذا كسبت البطولة وكسبت القيمة وحفظت على هويتك وعلى شخصيتك هتكسب كل البطولات حتى لو خسرت المباراة بس مش هتخسر البطولات في النهاية البطولات ترجمة حقيقية او نتيجة طبيعية للوضع بتاعك انت فعلا مؤهل بشخصيتك بقيمك بمكانتك بثوابتك ان انت تقدر تنافس رياضة محترمة شريفة نظيفة وتتفوق ولا لا قلتلكوا حلقة النهاردة واقفة عند نقطة تاريخية مهمة جدا من مئة سنة كان الحراك الوطني في المجتمع اللي رجال النادي الاهلي من مؤسسيه كانوا هم في طليعة الحركة الوطنية المصرية كان رئيس اول جمعية عمومية في النادي الاهلي كوزير للمعارف الزعيم الوطني سعد زغلول شوفوا دور النادي الاهلي في خدمة وطنه من مئة سنة كانت عاملة ازاي الكلمات اللي قيلت في هذا الاجتماع ودور النادي نشأ لتربية النشأ والحفاظ على الشبيبة في خدمة وطنهم هو الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي بعد مرور مئة سنة ولكن في نسخة الوان يعني دي النسخة الابيض وصوط بتاع طبيعة نشأة الاهلي مين اللي فاهم النشأ دين لن توسق لتاريخ الاهلي صوته صورة انت بتتفرج على تاريخ الاهلي صوته صورة دا 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 فاعل في خدمة مجتمعه ولكن على طبيعة مختلفة انت النهاردة بتقود حركة البناء بتقود حركة التنوير بتقود حركة رعاية الناشئ والشبيبة بعد مئة سنة من مئة واثناشر سنة كان عندك هذا التوجه النهاردة كان مؤتمر في اطار الحراك المعرفة اللي في المجتمع انا مش بقطعك كتير بس انا بلمس عشان هربوا هو الاهلي ناشئ من فكرة ايه نادي الطلبة المصريين نادي الطلبة المصريين منتدى الطلبة المصريين في 1905 تطور الى فكرة النادي الاهلي وخرج من رحمه يعني هو ده اللي انا عايز اقوله النادي الاهلي فعلا فعلا هو معني بالمجتمع ومعني بان يكون جزء من ادوات الاصلاح في هذا المجتمع طيب انا هطمنك برضو اطمن الجمهور على اوضاع الكرة لانه كان الكرة مهمة جدا الاهلي 30 مارس ان شاء الله لقاء القمة بقاله بقاله طبعا قلتلك باقي على تلو نقطة قلتلك نقطتين لا ما احنا نتمنى بص يا سيد افراهيم ايوا انا مش مع فكرة ان يعني اعيش التفاؤل مطلوب ان انا عيش التفاؤل واستند في تفاؤلي اللي حقائق على ارض الواقع لكن مش معنى كده ان انا احسم الامور انت قلتلي كلام عاجك تلتزم بيه ما تشويش السمك قبل ما تصطاده طيب ماشي ده جانب من التدريبات بكرا ان شاء الله الاهلي هيلعب مباراة ودية بكرا الجمعة مع جمهورية شبين المباراة هدفها تجهيز اكبر عدد من اللاعبين لصارت المدير الفن هيطمئن على جميع اللاعبين بالذات اللي كانوا بعيدة عن المباريات الفترة اللي فاتت والعائدين من الاصابات علشان يكون القوة الكاملة متاحة بالنسباله محمد الشنوى حارس المرمى وصل تنفيذ برنامجه التأهيل صباح النهاردة على هامش المران اللي كان في ملعب مختارة تيتش اللي حضراتكم شايفين جانب منه بالاضافة الى جلسات تأهيل في الجيم ووليد ازارو هدف الفريق ونجمه الكبير انتظم في المران استعدادا للقاء القمة مع الزمالك 30 مارس ان شاء الله ازارو كان استغل فترة الراحل الاخيرة للثلاث ايام بعد مباراة شبيبة الثورة وسافر لبلاده اللي اطمئنان على أسرته بينما الحاوي واليد سليمان النجم الكبير وايضا حمد فتحي نجم خط الوسط الاضافة الكبيرة الاثنين نفزوا تدريبات خاصة في البرنامج التأهيل الخاص بيوم تحت اشراف طارق عبد العزيز عشان يكونوا ايضا جاهزين لتدعيم قوة الفريق في المرحلة اللي جاية ان شاء الله احمد حمودي كمان بدأ تدريباته التأهيلية وشارك في جزء من تدريباته الكورة النهاردة قبل ما يستكمل المران البدني ازا الفريق بيستكمل قوته شوية بشوية باقي على هذه الباقة الرائعة نجم كلكم بتحبوه حتى وان كان قليل ما بتشوفوه لكنه يتم تجهيزه عشان بإذن الله تشوفوه في افضل صورة بإذن الله صالح جمعة زي ما وصفته المصر اليوم في حوار مهم معنا النهاردة انه ما يستر القلعة الحمراء وبيفتح قلبه للمصر اليوم في حوار اجراته الزميلة ياسمين عبد العزيز والزميل هشام حيسن كلام صالح في كذا نقطة لازم نوقف عندها لانه لو تفتكروا من اكثر من سانت صالح في البرامج كان مالك وكتابه من الموسم الماضي وكان المهندس عاد ليقوله اه بس لو تلتزم اه لو تركز انت عندك قدرات مش طبعية صالح في هذا الحوار الحقيقي بيفط فط فط فضة صريحة بيقول اصرت في حق نفسي ونادم على ما فات الخطيب وضعني على الطريق الصحيح ورفضت الزمالك مرتين عبد الحفيظ اعاد لها التوازن وحنفوز بالبطولة الافريقية ان شاء الله وحب الجماهير دين في رقابتي لصارت مدرب اجنابي بناكهة مصرية وحسام البدري افضل ما انت عملتوا معه لكن المهم في النقاط اللي جاوب فيها صالح لو احنا كنا بنتكلم ده على لسانه كان ممكن الناس تعتقد ان احنا عايزين ننجحه وان احنا عايزين نحميه شوية من كل الشائعات لكن لما يتتحطوا قدامه كتير من الاشاعات اللي ترددت عليها في الفترة اللي فاتت ويجاوب عليها للمصر اليوم فده مصدر محايد اجابة صالح جمعة فيه لها معنى سألوه امتى هتشارك عشان تشوفوا فكرة ان لما الناس بتتكلم قبل كده قالك صالح يطلب الرحيل صالح عايز يمشي صالح اجتمع بلاسارتي عشان يحدد مصيره صالح متدايق صالح زعلان كل الكلام ده انتوا قارتوه طوال الفترة اللي فاتت في مختلف الصحف والمواقع جاوب عليها صالح مش لينا عشان ما تبقاش مجاملة مجروحة للمصر اليوم فسألوه انت هتلعب امتى قال لهم انا جاهز وسليم مية في المية وبتدرب بمنتهى الجدية حتى انني لم احصل على راحة سلبية زي بقيت زميلي حرست على ان اواصل التأهيل خارج النادي من اجل الحفاظ على اللياق طيب هل تحدست مع لسارتي عن عدم مشاركتك الكلام اللي اتكتب كتير قال صالح جمع اطلاقا لم يحدث هذا الامر فهذه وجهة نظره الفنية وانا مقتنع بها تماما لكن للعلم لسارتي هو من عقد معي جلسة من عشر ايام طالب خلالها ان انا ما اخدش عنه انطباع بانه مدرب ظالم بسبب عدم منح الفرصة في المباريات وبيقول صالح جمعة انا شرحت له موقفي انني لن اعترض ابدا على وجودي احتياطيا او استبعادي من قائمة المباريات لكن هواصل التدريب بمنتهى الجدية طيب وانت ما بتلعبش الاهل مسجلكش في القائمة الافريقية رد صالح جمعة عشان تشوفه احنا بصدت حالة مستقرة جدا للعب امكانياته عالية قوي فقال بالنسبة للبطولة الافريقية تأهل فريق بحجم النادي الاهل الطبيعي جدا فنحن معتدون على تخط تلك الادوار لكن الصعوبة تأتي بداية من المباراة المقبلة في دور التمانية اتمنى المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية على المستوى الشخصي كيف ترى مستوى الاهل في الدوري قال لهم بشهادة الجميع الاهلي هو افضل فريق منذ بداية شهر يناير الماضي بعد التدعمات والصفقات القوية التي اجرها مجلس الادارة بالاضافة لعودة سيد عبد الحفيز مرة اخرى في منصر مدير الكورة كلها امور اعادة التوازن قالوا له طب بمناسبة الصفقات ودي النقطة اللي انا هقف عليها انصافا للمهندس عدلي لما ناله من لهم على السوشيال ميديا كتير في جزئية اللي هيجاوب عليها صالح جمعا بيسألوا في المصر اليوم بمناسبة الصفقات ما هي الصفقة الافضل للفريق الاهل السنة دي قال لهم في الحياة جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم على مستوى جيد ولديهم بصمات واضحة مع الفريق ولكن من وجهة نظري الصفقة الاهم هي عودة المصابين مرة اخرى لانها اضافت ثقلا وقوة كبيرة للمارد العحمر لما الموامس عدلي قال هنا لما حيرجع جونيور اجيه ولما حيرجع علي معلول ولما حيجه الصالح جمعة وليد ازاره كمان وكان وليد ازاره دول هيكونوا افضل صفقة واقوى صفقة دعم صفوف الاهل الشباب الصغير اللي معنى الصفقة عنده انه لعب جديد يجي الناد الاهل مش اضافة نوعية تضاف الى قوة الفريق الاضافة القوية دي ممكن تكون من لعب ناشئ تم اكتشافه وتصعيده فجأة زي ناصر مهر او زي بقية اللعيبة الصعيدين اللي انضموا ما دول افضل صفقة ممكن تدعم الفريق مش بالشرط ان انا بجيبه من برا النادي فالناس زعلت جدا لا ده كده يا بقى الاهل مش هجيب لعيبة ده كده المهندس عدلي بين ايامنا ده كده عايز يقول ما فيش فلوسه مش هنجيب لعيبة وراحت المسألة في سكة كتيرة جدا يعني شوف دائما لما تكون انت بتتكلم بناء على صدق ورؤية ما تقلقش انا يعني كان ينالني بعض اللوم التهكم حاجة يعني يعني كان مفروض هزعل كان ناس كتير يعني تعتزلي وطولهم يا جماعنا ميزعلان هتيجي الايام هيشوفوا النازي حتضيف ايه للفريق الان اه انما اه انت بتشتغل على كل المحاورة استاذ ابراهين بتقوق تعنشيين بتدعم في السنة الصغيرة بتدعم في الخبرات الكبيرة بتعالج النجوم اللي عندك ده الفريق ده الفريق النهاردة النادي الاهلي اما تعد ما انتش قلقان من اي شيء بإذن الله وزايد المنافسة زايد ان كله بقى عارف انه يعني عليه ان يحارب من اجل الفرصة فبيتحدى نفسه نهاردة لما تقرأ الكلام بتاع صالح جمعة ده لا يحكس الا هذه الحقيقة صالح جمعة المرة دي انا مصدقه جد جدا صحيح وبإذن الله هتشوفوه لما تشوفوه هتلاقوا مفاجأة تسعدكوا وتسعدوا هتشوفوه شكل جديد ويبقى خدمنا صالح جمعة وخدمنا كرة مصرية قبل ما نخدم النادي الاهلي صحيح بمناسبة ناطش القمة سألوا صالح جمعة عن رأيه فيها قالها تكون مبرحة صعبة على الفرئتين طبعا كلانا يريد ان يتوج باللقب المحلي خدوا بالكو اخو في المعسكر التاني هيتسقل عليه هقولكو ايه عنه لانو الاثنين عادين حتى في شقة واحدة فقال صالح فريق الزمالك في الموسم الحالي يؤدي بمستوى متميز ويضم العديد من العناصر الجديدة ابرزها فريقاني سياسي وكهرباء ومحمود علاء وعبدالله جمعة لكنني اعرف جيدا معدن لعب الاهلي وهي تظهر دائما في اوقات الشدة والاوقات الصعبة ولهذا فانني على يقين ان روح الفنلة الحمرة ستحسم القمة لصالحنا ان شاء الله ده كلام صالح جمعة سألوه بمناسبة اخوك عبدالله ايه تقيمك لمستوها بقى قالوا ما فيه شك انا مبسوط جدا من ادائه ومبسوط انه بيقدم مستوى جيد مع الزمالك وللعلم بيقول صالح انا بقيت مضطر لمشاهدة مباراة الزمالك بسبب عبدالله الذي يسكن معي في نفس الشأ ودائما ما اوجه له النصائح وكانت اخيرة بعدما لم يتم اختياره في صفوف المنتخب وطلبته بالصبر وان الفرصة ستأتي له طالما يؤدي بمستوى جيد خصوصا وانه لا يزال صغير السن قالوا له طب هل يتكلم معاك قبل ما يروح الزمالك قالوا لا لكن انا حاولت قبل انضمامه للزمالك اخناعه بتغيير مساره والانضمام للاهل لكنه اختر اللعب للزمالك بسبب توفر الفرصة وان مركزه في الفريق به نقص في عدد اللاعبين وما لا يعرفه الكثيرون دي المهمة ان الزمالك فوضني من قبل مرتين الاولى بعد عودتي من الدور البرتغالي ورفضت وفضلت الانضمام للاهل والتانية منذ اقل من موسمين تلقيت اتصالا من احد المسؤولين البارزين في نادي الزمالك لكني رفضته ايضا بالرغم من انني كنت لا اشارك مع الفريق في تلك الفترة مرت اللي صارتي ما سجلش صالح في القائمة الافريقية والغاية دلوقتي ما حطهوش في الثمانتاشر لما المهندس عادلي قال انا مبسوط من صالح ومصدقه كفاية اجابته على مدرب لا يشركه لما سئل عن لصارتي قال مدرب محترم ومحترف يدرك تماما الاهداف التي جاء من اجلها ويعرف قيمة النادي الاهلي الذي ينافس على التتويج بكافة البطولات التي يخد غمارها وعلى المستوى الاجتماعي فهو زكي ويعرف كيف يتعامل مع اللعبين ويتميز بروح الفكاهة باختصار هو مدرب اجنابي بنكهة مصرية بسارتي عنده حاجة ما عملاش حد قبل كده معني ان يقعد مع اللعيبة اللي محتاجة دعم من غير ما تطلب يعني اللعب ما تطلبش ان يقعد معاه بيقعد يتبرع ان يقعد مع اللعب ويتكلمه في اللي هو حاسس انه بالشيك منه دي بتعمل نوع من الرابط والحميمية بين المدرب جو الفرقة ايوه فالراجل ده فعلا عايش عايش التدريب شوف الاتنين دول بالذات محل تقدير خاص عند صالح جمعة ليه لانه لما سؤل في نهاية الحوار من المصر اليوم ماذا تودى ان تقول في النهاية قال لهم اوجه الشكر لجماهير النادي الاهل العظيمة التي دوما ما تسندني وتقف بجانبي بالرغم من انني خزلتهم في فترات طويلة واحب ان اقول لهم حبكم ومسندتكم دينفرقابتي وسأبذل كل جهدي من اجل اسعادهم كما انني اود ان اوجه الشكر لكابتن سيد عب خفيز مدير الكرة وايضا لكابتن محمود الخطيب على ما فعلوه معي من اجل العودة الى مستوية واتمنى ان تكون الفترة المقبلة تشهد تقلقي وان انا اكون على قدر المسئولية ويجب ان نوضح لهم جميعا انني تعلمت من اخطاء الماضي ولن اعود لها بعدما اجلت متعة الحياة لحين اعتزال كرة القدم ده الكلام بقى اهم جملة اه انا بعد هذا الحديث وانا قبل انا كنت بدأت اطمئنه وكنت بقول لك هذا الكلام بقول للصالح جمعة مبروك علينا صالح مبروك علينا صالح جمعة اه اه شوف اه يعني انا مش مندافع بطبيعتي اه لكن عندما تكون مصدقوا قوي لما تكون دي اجاباته ويلخصها بجملة اجلت متعة الحياة لحين انتهاء مشوار كرة القدم هو لا ينقصه الا هذه الجملة باذن الله صالح ربنا دي كل اللي انت تستحقه كلاعب مميز في كرة القدم وتقدم للنادي الاهلي لعيب صفقة جديدة صفقة جديدة صالح جمعة صفقة جديدة من اليوم باذن الله ممكن يلعب مطش في القمة معرفش ولا لما وراءه يخلص معرفش لما وراءه يخلص اه طيب تأكيدا على الدور المجتمع الحياة اللي لازم نحيل كل فيه يمكن تلقيت مع المهندس عدل القيعي دعوة كريمة من جامعة الضمياط برئاسة الاساس الدكتور السيد محمد دع دور رئيس الجامعة علشان نتحدث في ندوة مع طلبة الجامعة يوم الاربع اللي جاي بحضور ايضا الاساس الدكتور حمدان ربيع عميدة كلية الاثار عن نجوم الرياضة وخدمة المجتمع دور مجتمعي نفس السياءة ونجوم الرياضة نفس السياءة والحقيقة يعني كونهم وثقوا فينا ان احنا نستطيع ان احنا نقوم بالمهمة دي انا بشكرهم على ثقاتهم وبإذن الله لان دي قناعتنا صحيح قناعتنا الرياضة هي التي ملوط بها قبل غيرها صحيح انها تبني المواطن الصالح صحيح ودور الجامعات الاقليمية حتى فالمؤسسات والاندية وفي مقدمتهم النادي الاهلي هو ده لازم يبقى دوره واضح جدا في الحت في خدمة المجتمع واظن اللي النادي الاهلي بيعمله يوما بعد هاو بيؤكد على قناعة النادي الاهلي ومسؤوليه عبر تاريخه حتى الان انه يتلحم مع اهداف مجتمعه ويمدي ايده وكل طقته انه ازاي المواطن المصري يبقى رياضي سليم لمفهوم الرياضة الحقيقية اللي ما فيهاش لا غل ولا غيز ولا حسد ولا كلام معاييرات ولذلك انا بدايق من كلمة تحفيل ومش تحفيل لا احنا الرياضة اجمل من كده ممكن نخليها متعة واحنا مصيرين نعملها عذاب الرياضة رسالة للسعادة وعلى ذكر للسعادة كل سنة وكل ام طيبة كل سنة وامهات جميعا بكل خير وايضا كل الترحم والدعاء بالرحمة لكل الامهات التي قدينا دورهن ورحلنا في رعاية الله لكن من فترة طويلة الكابتن محمود الخطيب نجم الاهلي وقتها قبل ما يكون رئيس النادي حتى كان في ضيافة الاعلامية الكبيرة الأستاذة سعاد يونس سؤل عن امه دور الام في حياة نجم كبير بحجم الكابتن محمود الخطيب نشوفه في عيد الام كل سنة وامهاتنا كلهم بخير وبعدها نطلع الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كل سنة وكل امه بخير يا رب هو ده النادي الاهلي في نسخته لبيض وسود ونسخته الالوان من 111 112 سنة مجموعة من طلبة المدارس العليا انا ليه بقول لكم الربط موجود والحدث النهاردة يوم 21 مارس موجود وبقوة لانه لما الاهلي نشأ في 1907 بداية هذا القرن كانت القضية الاساسية اللي مصر بتحارب علشان هو بتنضل علشان هو بتتكتل وراها الاستقلال الاستقلال من مستعمر بريطاني الحصول على الحرية الحصول على حق تقرير المصير وبالتالي حتى لما كان في مؤتمر للصلح منعاقد في لندن اتحدت قوى الشعب انه يسافر وفد من مصر برئاسة سعد الزغلول عشان يعرض على المجتمعين في لندن طلب الامة المصرية بالرغبة في الاستقلال عشان كده المطالبة بسفر الوفد نشأ منها حزب الوفد وتبلورت من وقتها فكرة حزب الوفد لكن طلعت هذا التكوين الوطني رجال النادي الاهلي اللي هم نادي طلبة اه او نادي طلبة خريج المدرس العليا لما اسسوا في القاهرة في نفس المنطقة تقريبا نادي خريج الطلبة او طلبة المدرس العليا 1906 اجتمعوا 1905 انشأوه ابريل 1906 اللافتة باشمونس انهم نفس الطلبة عمر بيك لطفي وصاحبه وكانوا دول تلاميذ الزعيم الوطني الكبير مصطفى كامل اللي كان رحل قبلها بفترة قصيرة في هذه الفترة بدأ تأسيس نادي طلبة المدرس العليا بس لما كانت الفكرة قصرة في اول سنة انهم طلبة بس قالك طب ما الطلبة دول مسير هم هيتخرجوا لما نتخرج نروح فيهن نعملهم نادي وكانوا علشان تشوفوا حتى الفكرة حطين في وسطهم ميتشل انس وكيل وزارة المالية وده راجل انجليزي هم اصحابه وفي نفس الوقت لضمان جدية التأسيس وتسهيل عمليات الترخيص وتخصيص الارض واء 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 لكن كان اللافت ان كلهم نخبة وطنية متعلمة تبلورت من الفكرة بتاعة نادي طلبة المدارس الى نشأة النادي الاهلي يعملوا نادي في المكان ده فنشأ النادي الاهلي ترأس جمعية العمومية في اول انعقاد لها الزعيم الوطني سعد زغلول شوفوا جزور النشأ ولو دورتوا هتلاقوا المساهمين لان النادي الاهلي نشأ كشركة مساهمة قيمة الساهم فيها كان خمسة جنيه واحد من كبار المساهمين كانوا اطلعت حرب اطلعت حرب باني الاقتصاد المصري صاحب بنك مصر هو بنك مصر سلي في النادي الاهلي 1500 جنيه بالضبط فبصوا طبيعة النشأة اذا الاهلي خلف القضية الوطنية الاساسية وقتها وهي المطالبة بالاستقلال زملاء عمر بيق لطفي اصدقاء سعد زغلول وايضا ورسة حركة مصطفى كامل للنضالية كلهم خلف قضية الوطن انا هقول لكم لما كنا بنتكلم وبنتخانق هنا بنتخانق على فكرة مبادئ الاهلي وتقاليد الاهلي ما كانتش جاية من فراغ لانا قلنا لكم من البداية خالص ما لكم اكتابة معني بالحفاظ على هوية النادي الاهلي شخصية النادي الاهلي ثوابة النادي الاهلي تقاليد النادي الاهلي نتمنى ان احنا ننجح في ده نتمنى لكنه لما كنا بنقول ده ما كناش بنتكلم من فوق السطح كنا بنتكلم بالرؤية الى الجزور لانه دي طبيعة الناشقة بعد عشر سنين او اتناشر سنة من ناشقة النادي هو المبدأ الاول انكار الاذات لما هتسمعوا اي مجلس ادارة في النادي الاهلي ينسب كل حاجة لنفسه ويلغي اللي قابله يبقى خطر يبقى فيه خطر يبقى هي مش النادي الاهلي يبقى دي انكار الاذات مش صح انكار الاذات مبدأ اساسي في النادي الاهلي من بدايته ما فيش انا ايوه فيش انا مجلس الادارة يتم منخشة الامور الاستاذ ابراهيم فيه ناس بتوافق وناس بتعترض وناس بتجادل وفي الاخر بتاخد قرار ما بيتكتابش مين اللي وافق مين اللي اعترض لان البرتوكول التقوص بتاعت النادي الاهلي العقيدة بتاعت النادي الاهلي ان الذي تبنى موقفا مخالفا لقرار الاغلبية ينبغى نكون اول المدافعين عن هذا القرار ما حدش اعرف مين اعترض ايوه وكان فيه لحظة معينة في مجلس معين كان فيه حد مصر ان يسجل اعتراضه باستمرار فكان يتم التصويت تقريبا جلسة او جلسة لا على هذا الموضوع ويرفض هذا الامر طيب رجل الاهل العظيم عمر بكرطفي صح بالفكرة اللي انتو حضراتكم شفته صورته هو كل واحد بيحب النادي الاهلي وفخور بالنادي الاهلي يدعو بالرحمة لهذا الرجل ده صاحب الفكرة بصوا بقى انكار الزيت انكار الزيت انه اولا ما ترأتش النادي بصوا صاحب الفكرة ما هرولش برئيس ما جريش يسجل نفسه اول واحد وبعد ما يتوفى والشباب مجتمعين على القضية الوطنية يكون واحد من رؤساء النادي الاهل التاليين عبدالخالق باشا سروت احد اقتاب الحركة الوطنية في حينه فيترأس الجمعية العمومية في 1919 بصوا انكار الزيت والانصاف ازاي ينصف واحد توفى مش حد هيسرق مجهود حد مش حد هينصف كل حاجة لنفسه مش حد ما صدق انه فلان مات ويقدر يقول اللي يقول وما خلاص مات بصوا عظمة مبادئ النادي الالف وجزرها شوفوا النبت الاول كان عامل ازاي يقول عبدالخالق باشا سروت وهو يترأس الجمعية العمومية للنادي في جلستها اللي انعقدت 6 فبراير 1919 والرائع جدا في النادي الاهلي التوسيق اللي المهندس عادل اشار اليه كل حاجة حصلت في النادي مستنداتها موجودة مستنداتها موجودة وبخط اليد وسائق مجلس الادارة جلسات مجلس الادارة محاضر الاجتماعات تفصيلها موجودة بخط اليد وده قيمة العمل المؤسسي اللي تبنى صح ألاقي في هذه الجمعية اللي عقدت في 6 فبراير 1919 رئيس اللجنة العلي عبدالخالق سروت باشا يتحدث للجمعية العمومية يوميا عمر رطفي مات فيقول عبدالخالق سروت أن أول ما ينطق لساني به في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي ذلك لأنه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه شوف حقه يجيله امتى وحقه موثق ومكتوب حاش يقدر زي في التاريخ فكر عمر لطفي بك في أحوال طلبة المدارس العليا اتكلموا أو أقف معايا عند الاهتمام بالشباب دور النادي في بدايته الشباب في أحوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خرجيها بعضهم ببعض فرأى أن بعضا من الطلبة يقضون أوقاتهم في المحل العموية ليس لهم من أنواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي وأن البعض الآخر هو من يرى الترف عن ذلك يعتكف في منزله وأن الطلبة بمجرد إتمام دراساتهم واشتغالهم بأمور معاشهم إذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم أسباب الألفة وأصبحوا أغرابا بعضهم عن بعض شكأ إلي تلك الحال عبدالخلق سرود بيقول عمر بك لطف أهل أنا صعبان عليها حال الطلبة كشباب وما يترتب عليها من المضار الأدبية والمادية وقال أنه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة يكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها يخضون فيه أوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الألعاب الرياضية ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة أن يكونوا خارجا عن القاهرة وسطة في الاجتماع بإخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرص العودة إليها دي كلمة عبدالخالق سروت وهو بيأكد على دور عمر لطفي واهتمامه في إنشاء النادي الآلي وإنه فلسفته الأساسية خدمة شباب الوطن خدمة الشباب وإزاي يقدر يجمعهم لخدمة مصر كانت واحدة من أهم دعاء من نشأة النادي الآلي اللي قاموا بدور مهم جدا في ثورة التسعتاشر اللي مصر بتحتفل بيها الآن بمئة سنة على اندلاحها كواحدة من أهم الثورات الشعبية في تاريخ مصر طب إذا كانت مصر في القرن الماضي في بدايته قضية الاستقلال هي القضية الأم هي القضية المحور هي اللي التفت عليها كل أو التفت حولها كل الجهود الآن مصر تخوض حرب التنمية والتنوير دور النادي الأهلي التاريخي في خدمة الشباب إزاي يقدر يساهم بدوره المجتمعي في معركة المعرفة والتطوير خليباك ما يحدث الآن هي ثورة أي ثورة فكرية بتؤدي إلى نتائج محتمة وهو تطوير مصر الذي قيل أنها كانت تتخلف بشكل يومي بالضبط عن موجبة الحضارة أو التكنولوجيا العالمية فأنت بتجري أنت بتضاعف الهمة والعزيمة والسعي علشان تعاوض اللي فاتك فمحتاج تضاعف السرعة فالنهار دا أنت في ثورة يعني ينضم إليها النادي الأهلي مرحباً ويبقى من 6 فبراير 1919 كلمة عبدالخالق باشا سروت رئيس الجمعية العمومية وقتها عن دور الأهلي كنادي في خدمة شباب وطنه إلى النهار دا 21 مارس 2019 مئة سنة كاملة دور النادي الأهلي في خدمة مجتمعه وفي دعم حركات المعرفة والتطوير والتنمية المعرفية في مصر يستضيف النادي الأهلي واحداً من أبنائه أيضاً أبنائه المجدين المجتهدين المطورين الدكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم ما أشبه الليلة بالبارحة هنا تكلم في لبيض ويسود عبدالخالق باشا سروت يتحدث في النسخة الجديدة الكابتن محمود الخطيب نسمعه رحمة الرحيم حياة في البداية براحب بمعنى الوزير دكتور طارق شاوي وزير التربية والتعليم اللي مشرفنا النهاردة في النادي الأهلي وبنرحب بكل الأسدزة المسؤولين عن بنك المعرفة وبكل القيادات التعليمية اللي موجودة معنا في هذا المؤتمر كمان بنرحب بسادة الصحفيين والإعلاميين اللي بيشاركونا أيضاً في مؤتمر توقيع برتكول التعاون بين النادي الأهلي وزارة التربية والتعليم متمثلة في بنك المعرفة نحن طبعاً نسعداء جداً بتوقيع برتكول التعاون مع بنك المعرفة اللي هو واحد من أهم وأكبر المشروعات التعليمية والثقافية في مصر واللي هيكون إن شاء الله يعني دور كبير بإذن الله في إصلاح نظام التعليم الحالي باستخدام أحدث التكنولوجيا في العملية التعليمية وهنا أيضاً عايزة أتوقف مع حضراتكم عند حاجة مهمة جداً وهي دور الأندية الأندية المفهوم العام الأندية الأندية الرياضية ولكن دور الأندية مش 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 الرياضة بس الأندية لازم يكون لها دور تاني ودور مهم جداً تجاه المجتمع وده دور أسمى بكتير مش بس تربية النشأ ومش بس ممارسة الرياضة والمشاركة في المصبقات لأ لازم الأندية تشارك في مجالات تانية ويمكن إحنا في النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين بدأنا بعض الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه كان عندنا موضوع فيروسي مثلاً يعني بعض الموضوع كمثال النادي الأهلي كان ليه دور كبير فيها الفترة اللي فاتت دي موضوع فيروسي وعلاج عادة كبير جداً من المرضى سواء من أعضاء النادي أو من خارج النادي كمان مساندة مستشفى باهية والدور الكبير اللي بتقوم بإيه في علاج سرطان السادي حملات التوعية لمرضى السكر ومضاعفاته تكريم المبدعين والمتفوقين علمية من أولادنا في كل المراحل العلمية مش بس أولادنا وكمان روادنا عملنا هذا الدور تكريم أبطال حرب أكتوبر ده طبعاً غير الندوات الثقافية والدينية والفنية لازم كلنا أجماعة إنسان في بناء المجتمع مجتمع صحي متعلم ومثقف ولازم نساعد في رفع العب عن الدولة الدولة عندها عباء كبيرة لازم نحن كمان كان دينا يكون لنا دور لأن الدولة عندها مسؤولات تانية كتير جداً من الأدوار المجتمعية المهمة لنا في النادي الأهلي هو إزاي ننمي فكر أولادنا ده من الأهداف اللي عندنا الكبيرة جداً إزاي ننمي فكر أولادنا إزاي نطور أداءهم الثقافي إزاي نرفع مستواهم العلمي إزاي نرفع مستواهم العلمي عشان كل ده إحنا موجودين النهاردة وبتشريف معالي الوزير عشان نوقع هذا برطوكول ونحدد آليات التعاون حتكون إزاي بإذن الله آليات التعاون زي إيه أول حاجة مكتبة النادي الأهلي لازم يتم تزودة بمعلوماته بكتب الرياضية والمراجع علمية من خلال بنك المعرفة في تفكير يكون عندنا معارض مثلاً علمية بالتعاون بيننا وبين بنك المعرفة بنفكر كمان يكون تكريم الموهبين والمبدعين من ولادنا يكون التكريم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبينك المعرفة الأفكار كتيرة عشان ولادنا ومستقبل ولادنا أنا الحقيقة مش عايز أطور على حضراتكم ولكن الفكرة إحنا مهتمين جداً جداً بهذا الأمر للأهداف اللي أنا قلت الحضراتكم عليها بس قبل المختم يمكن عايز أشكر لجنة الشباب النادي الأهلي من أضواء من الحاجات المهمة اللي إحنا كنا بنفكر فيها إزاي يكون لشبابنا دور فعال لأن هما دي القائدات اللي جاية هو ده المستقبل بتاعنا المستقبل بلدنا عشان كده دور الشباب ده دور يعني مهم جداً فأنا بخشك لك للشباب الحقيقة يعني الولاد دولة عملوا بيدربوا المثل في حب النادي الأهلي وخدمة ناديهم بدون مقابل وبحب وبكده بإلحاح بنت في كذا مواقف أبليكية كتير جداً خلال السنة اللي فاتت والحقيقة كمان بينافزوا كل المطلوب منهم في برنامج عائلة الأهلي بينافزوه وبالزيادة كمان عشان كده أنا عندي أمل كبير جداً أن فعلاً من الشباب ده هكون فيه كوادر كبيرة جداً موجودة إن شاء الله لخدمة النادي وخدمة المجتمع إن شاء الله احنا من راهن عليهم بيكونوا كوادر تليق بالنادي الأهلي في المستقبل في النهاية كل الشكر مرة تانية لمعايل الوزير الدكتورة طريق شاوي واستجابته الحقيقة لتوقيع هذا البرتوكول لأن النادي الأهلي أول مؤسسة غير تعليمية توقع هذا البرتوكول أعز أشكر كمان كل الأستاذ والمسؤولين عن بنك المعرفة وكل الشكر لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسرعة أستاذ إبراهيم أنا أكلمك بصراحة أنا هذا النوع من الحلقات أنا بستمتع بيه بتاخدنا بعيداً عن صراعات وعن خناءات وعن ردود وعن وكل بتحط الألف لكامل الطبيعي بتحطنا إزاء مسئولية حقيقية مستمرة مقالة وكابتل الخطيب النهاردة وبعدين يقفل بشكره للجنة الشباب وإدراكه بأهمية أدوار الشباب وبعدين يعني الصدفة الرائعة أن يكون هذا الوزير نبتة من دجان شباب النادي الأهلي حقيقة شيء رائع جداً وطبعاً كنا نتمنى نجيب كلمة معالي وزير بالصوت والصورة لكن في المونتاج لسه لكن هي مكتوبة قدامك ما تقولها لنا لأنه قال كلام مهم جداً شوف الدكتور طرق شاوئي الحقيقة يعني حكى عن علاقته بالنادي الأهلي وإزاي كان كعضو في النادي متفاعل جداً مع شباب النادي ومع لجان النادي المختلف وقال إنه هو في 2002 كان ضمن لجنة الشباب اللي الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله لما التقى بيهم طلب منهم وكان منهم العمري فاروق نائب رئيس النادي الحالي وعالفكرة بقى أنا عايزة دور كان طلب منهم ما يكانت النادي ونبي لحظة معلش عشان أنت عتستدرت في حاجة مهمة بس أنا عايزة تدي معنى مهم جداً جداً العمري فاروق سناتها كان نزل الانتخابات ولم يوفق وكان في المعاشكر اللي ضد الكابتن صالح حتى أنا بتقول ما تزعلش انت حتبقى كادر مهم جداً بس اكمل في طريقة في خدمة النادي الأهلي عندك قدرات ومكانات ويمكن هو ذكر لك دي قبل كده فتخيل ان الكابتن صالح هاي السعيد بيه عشان يطور بعد كده لما دخل مجلس الإدارة في 2002 وهو عضو في المجلس الدكتور طريق شاوي قال ان أنا من الناس اللي اشتغلت مع الأستاذ العمري فاروق في جهود ما يكانت النادي ضمن التكليف اللي كان الكابتن صالح طلبه منهم دكتور طريق شاوي وزير التربية والتعليم هو واحد من الوزراء أصحاب الرؤية عنده رؤية وعنده فكرة حديثة جداً لتطوير منظومة التعليم في مصر حتى بنك المعرفة كفكرة واحدة من روافد مشروع كبير مشروع نهضوي نتمنى ان شاء الله انه يوفق في خدمة التعليم في مصر كواحدة من أهم القضايا ان لم يكن هي الأهم فشوفوا النادي الأهلي بيساهم بدوره وبكوادره وبشبابه في قضية هي الأهم حالياً زي ما كانت في مطلع القرن الماضي في أحضار نشأة النادي قضية الاستقلال والحرية هي القضية المطلوبة وقتها دكتور طريق شاوي في كلمته قال الأهلي دائماً ما يكون سباقاً لديه الرؤية والفهم ولذلك بادر النادي بالاتصال بالوزارة لتوقيح هذا البروتوكول للتعاون مع الوزارة لخدمة الأطفال والشباب شوفوا الدور تكاد تسمع نفس كلمات عمر لطف وعبدالخلق سروت هي الكلمات اللي بتسمعها من الكابت المحمود الخطيب والدكتور طريق شاوي ضرورة خدمة الأطفال والشباب لصالح الوطن وتقديم خدمة المعرفة والاطلاع لأعضائه وقال الوزير أنه سعيد جداً أن النادي يشارك في تربية الصغار معرفياً إلى جانب الدور الرياضي الكبير الذي يقوم به ووجه وزير التربية والتعليم الشكر والتحية لكابت المحمود الخطيب ولكل السادة أعضاء مجلس الإدارة وقال أنه سعيد جداً بالتواجد وتوقيع هذا البروتوكول المهم في دور مجتمع كبير في رسالة لخدمة الوطن في حرصة على القضايا الكبيرة الأهل يقوم بدوره دوره المجتمعي، دوره التنويري، دوره الثقافي، دوره المعرفي بجانب دوره الرياضي وهو كبير بس تشايفين مئة سنة ما فرقتش لبيض ويسود عن الألوان نفس التوجه، نفس الحرص، نفس الاهتمام بقضية الوطن وتقديم مصلحة مصر على أي اعتبار بكل السلاسة وبكل الرصانة وبكل الوقار والاحترام لا ابتزال ولا هبوط على مستوى ولا استدرج لأي حاجات فرعية لا كانت ولا هتكون يا بشوانتس اللي مدرك لقيمته هيتصرف بعدي الطريقة والأهل مدرك لرسالته، مدرك لقيمته وعارف إن المسألة مش مسألة إن أنا أكسب جولة كلامية أو أكسب تراشق أو أكسب مباراة بشكل مش لائق لأ أنا النادي الأهلي قيمتي إن بسط مرة مبادئة هي اللي بتسبق نتائجي تقاليدي هي اللي بتسبق نتائجي الحرص على التمسك بسمت الأهلي أيوة حلوة سمت الأهلي هو ده اللي بيدي الطمأنينة إن إحنا ماشيين صح وما فيش حد حيستدرجنا نخرج عن المسار عشان كده لك أن تفخر أنك أهلاوي ولما يكون الأديب الكبير ووكيل شرف النادي الأهلي وقعد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لسنوات طوال فكري باشا أبازة يكتب أم يا أهلي شوف ولادك والبنود أعتقد قصيدة مهمة جدا نشيد الأهلي يمكن كتير لما كنا بنعرضه في القناة الجزء الأول منه لكن الزميل العزيز محمد مصافة في الإعداد جاب النص الكامل له عشان تشوفوا كيف نادى فكري أبازة منذ القدم لشباب الأهلي إن يعيش لحظة الفخر والزهو بالأهلي ما بين عبدالخالق باشا سروت وعمر بوك لطفي وبين محمود الخطيب والدكتور طارق شوي تبقى شجرة الأهلي ممتدة وجزورها في الأعماق قم يا أهلي فكري أبازة وفاصل ونتواصل موسيقى موسيقى شو 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 آيات المصر في كل العهود شو يسجل فيها أكاد انت دايما انت دايما انت دايما 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 حقنا حقنا دي ماشي ورادة ربنا من شيوفا جدا سبنا بلدنا وشبابا جدا بصنا باسمنا انت دايما انت دايما انت دايما 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 بالأمان موسيقى انت دايما 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 موسيقى 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 أهلا بحضراتكم من جديد شفنا اللحظات الدافئة جدا في رحاب النادي الآلي وعظمت تاريخه وشجرته المستمرة والباسقة خلال أكتر من مئة سنة هترجعنا من مشاكل شكلك واحدا من الأبيات اللي كان فكري أبازة كاتبها النشيد الأهلي الكبير اللي انتوا سمعتوه الرياضة في الرياضة والرياضة في الرياضة بالنسبة للنادي الآلي ده دور هو خلاص انت دايما دايما في الأمام بس عشان تبقى دايما دايما في الأمام ما تبقاش إلا وفقا للقيم الرياضية السليمة ووفقا للمنافسة الرياضية النزيهة والشريفة واحد من أهم هذه النقاط المهمة التحكيم تحكيم لأنه في النهاية هو الطرف الفاصل بين فرقين متبريين مين اللي صح؟ ده راجل اللي بيفرض القانون وبينفزه فورا ده القاضي والمنفس في نفس اللحظة فدي قضية مهمة جدا لكنه في السياق نفسه احنا المهندس عادلي بدأ السؤال او بدأ الحلق وبعدين اخرتها ايه احنا لن نستدرك ولن نتخلى عن خط احنا بنمرس وبنلتزم به وهنصمم عليه وهنطعاط الكثير من كؤوس ضبط النفس حرصا على سوابة هذا البرنامج وقيم هذه المهنة وفرضيات هذا المجتمع اللي كلنا بنحبه واللي النادي الاهلي بيقدم له كل امكاناته وكل شبابه وكل افكاره بكل تضحياته بكل تضحياته اه طبعا فبالتالي وانت ما وانا النهاردة لما اتجاوز عن الماء اتعرض له في في شاء بشاء ده في عاجات انا ما بقولهاش ده مش تضحية طبعا ما نقدر رد ما نعندي منبر ورد ورد كواسي قوي بس حسفين ايه في الاخر هريح نفسي لكن مش هريح المجتمع صحيح فلياكم وبعدين فكرة لاي الحقائق ما انا افهم المهندس عدلي او انا او الكلمة افهم انه جمهور بسيط يسمعها فما يفهمهاش فيردت كلمة فهمها غلط معزور لكن انا بندهش جدا 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 بزملاء اعلاميين يسمعوا الكلمة ويحوروها ويأولوها ومش يلوه عنقها يكسروا عنقها خالص عشان ياخدوها غير ان المسألة ما فهاش الحد الادنى من امانة المهنة والكود الاخلاقي اللي فيها حاسبني على اللي انا بقوله مش اللي انت عايز تفهمه من اللي انا ما قلتوش فلما الاقي زملاء اعلاميين مهندس عادلي قال مرة الاهل نادي الدولة نادي الدولة زي ما كل واحد مسؤول بيطلع بيقولك انا رجل دولة عضو البرلمان لما بيطلع بيعتباه بيقولك انا رجل دولة مسؤول وزير سابي يقولك انا رجل دولة اي حد ملتزم بقيامة يمارس المسؤولية فهو رجل دولة بدوابطها تاني فرق بين ان انا بقى نادي سلطة ونادي دولة نادي السلطة تاريخيا من قبل ثورة يوليو والاهل دائما وابدا الى شمال السلطة عمره ما كان على يمينها واسترجعنا قبل كده علاقة السلطة الرياضية حتى والسلطة السياسية ما انا بكاني مع السلطة الرياضية الاهل ما لوش ادوار سياسية بالزبط غير انه يعمل دور المجتمع صح بالزبط لكن هو مش معني لا بايدوليجيات ولا بممارسة سياسة انما دورك في انك تتمسك باهداف الدولة بتاعتك وانك تكون النموذج الصح اليها انه اتسق مع اهداف الدولة هو دورك السياسي الوحيد بالزبط انك تخدم قضايا الوطن انما انا مش لادي سلطة انا عمري ما كان رئيس اتحاد الكورة بيتحيزني انا عمري ما كان وزير الرياضة منحزلك ما فيش اه ابدا الاقي المهان سعدل بيتكلم على دور الاهل كنادي يتسق ويتوافق مع قضايا وطنه تتأول وتتحور المهان سعدل يتكلم هنا في جزئية انه الدوري قد يحسم خارج المستطيل الاخضر في اشارة واضحة وصريحة لكل ما يحاك برا الملعب وكل ما يزرع برا المستطيل الاخضر من اشواك في طريق الاهل كلكم شايفينها وكلكم بتسمعوها وكلكم تابعينها وكلكم بتعلقوا عليها في السوشيال ميديا وفي غيرها هو ده نتاج منافسة يعني هو تصريحات على المستطيل الاخضر تصريحات مدير الاتحاد المتتالية صحيح واخيرها عقب المباراة الامس دي داخل المستطيل هو احنا حن نبقاش فاهمين الصحة ونتكلم بقى بلاي الحقاق زي ما انت بتقو فيتقال يعني الرجل بيتكلم على الاشواك اللي بتتزرع في طريق الاهلي والتحديات والضغوطات الكبيرة اللي بتمارس على النادي الاهلي واللي دايما بنطالب كل جمهورنا بضبط النفس والحفاظ على قيم النادي وعلى سلوك جمهور الاهلي وبالمناسبة عايز يعني ازفركم خبر صار انه النهاردة الاستاذ محمد رشوان المحامي اسعدنا بخبر انه كل جمهور النادي الاهلي الافراد اللي كان تم القبض عليهم في مباريات سابقة منها متى عدة سنة وكانوا معروضين امام النيابة العامة قال لي انبارح او النهاردة الصبع تم الافراج عنهم جميعا افراج من النيابة كل قضية منهم ثبتت برائة هذه الجماهير من هذه الافعال وانه الحقيقة محمد رشوان قال لي مجلس الادارة من خلال اللجنة اللي كان المجلس اوكل اليها هذه المهمة في متابعة هذا الملف الاسادزة اعضاء مجلس الادارة استاذ محمد الدماطي استاذ محمد الجارحي والمهندس محمد سراج قال ان مجلس الادارة ده استاذ محمد رشوان كان على اتصال دائم بيا وبفريق المحامين اللي كان بيدافع عن هؤلاء الشباب الى ان تم الافراج عن اخر حد فيهم ما عادش فيه اي حد نتمنى انه ما يحصلش انه لا يتكرر ده خالص ولا حد يحط نفسه في فرصة انه يقف هذا الموقف كانوا كلهم يعني اتباعا حسب المباريات منهم ناس كانت عن مباريات من سنة فاتت من 2018 في ناس عدت اكتر من سنة على حجزها تحت رهن التحقيق شجع نديك وبس فده يكون درس مهم جدا لهذه الجماهير انه ما يسمحوش لحد لا يندس ولا حد يمارس اي شغب او اي سلوك لانه اديكم شايفين الاحتقان محدش بيدفع تمنه بشكل مباشر الا الجمهور والجمهور اللي كان مش عجباه عمليات التهدئة وعمليات الممارسة المسؤولة لازم ان يبقى عارف انه محدش بيدار في النهاية ويدفع التمن اللي زمالكو الجمهور الناس اللي تعرضت ربنا يتولهم برحمتهم ويحتسبهم عنده شهداء والناس اللي تم اختيادها للتحقيق في فترات طويلة جدا واتأخروا نتاج هذا المناخ المحتقن فخلينا كلنا نمارس المسئولية نمارس الانضباط نستمتع بالرياضة نستمتع بالرياضة ندعم ندينا نشجع فرقتنا وده فيه كفاية كتير يعني مش معتاجين اكتر من كده ده بالنسبة للجمهور فألاقي والموانس عدلي بيشير الى انه قضية الجمهور الاجهاد الاهل تعرض لاجهاد كبير فيتم لاي الحقيقة لمجرد ماتش واحد التحكيم زي ما قلتلكوا قضية مهمة جدا هتشوه بطولة تشوه تاريخ تيجي تتكلم تسمع حاجات من سنين طويلة في الاشارة على اللي بيحصل دلوقت لسه الموسم الحالي ما دخلش المتحف اللي حاصل السنة دي ما دخلش اكتب التاريخ ده لسه الناس فكراه النادي الاهلي حاليا يقل عن شقيقه المتصدر نادي الزمالك بفارق نقطتين نقطتين الزمالك في صدرة الدورة 53 نقطة الاهل 51 نقطة لما يتقال أصله الاهلي بيتساعد بالتحكيم الاهل حقق تسع مطشات مكسب بالتحكيم هي الناس لحق تنسى ولو الناس لحق تنسى هقول لكم ببساطة جديدة جدا وبلقطة لقطة وكورة وكورة الاهلي لو كان خد حقه التحكيم العادل مش من وجهة نظرنا من وجهة نظر خبراء التحكيم كان زمان النادي الاهلي دلوقتي بدل ما هو 51 نقطة كان بقى 56 نقطة كان الفرق اللي الاهلي قد كده ومش رأينا رأي خبراء التحكيم خمس نقاط على الأقل مؤكدين مؤكدين ده دون النظر للمنافس يعني انت هنأ هنأعتبر كل النقاط اللي خد المنافس سليمة بالضبط مش هنجيب سيرة مالش جعو في اللحظة دي انا بكلم ايوه اللي حيشوفه السادة المشاهدين الان ما ضاعه من حقوق الاهلي بالتحكيم طيب الاهلي لعب مباراة طبعا النتيجة كانت تعادل في النتيجة تزيل المباراة وكان ضربة الجزاء مؤسرة جدا وكانت ولا اوضح ده في نفس المباراة هدف مالغي من تسلل ده كاميرا الاهلي ساعتها اللي بيينت انه براهيم نور الدين راح وحطوا صفارة في بقه اهي وشي ما منعه اهو اهو يعني ما يقولوليش انه هما مكان تحكيم لكان شايفها وكان حيحسبها وتراجع هتولي وقع السنة دي او من ساعة لما وعينه على الكرة فيها الوضوح ده كله بالزبط وتحت عين الحكم الحكم الخامس فوق اللعبة فوق الكرة والحكم الرئيسي جاي وحطوا صفارة في بقه وهو والرجل بيلعب جوده اهي تقهب انه صفر وما صفرش راح على السنة ده التحكيم اللي بيجاني على السنة هم متاجه إلى السنة للنقطة البنالتي اهو رجع تاني وحاجة قالت له لا طيب في نفس المباراة هدف صحيح اتلغى للآلي بدعوة تسلل واحدة من أغرب المباريات تحكميا في حياتي صحيح لأن وقعتين ولا أوضح وبعدين لما تتكلم ان التحكيم ضيع لك نقطتين هو ما احتسبش ضربة جزاء ولا أوضح زي ما انت بتقول طيب حد هيقولك طيب ما هيضربة جزاء كمين كنت تحتسبوا ضيئ طيب وجون اللي تلغى جون جميل جون تلغى فإذا لما 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 الحاكم ابراهيم نور الدين ضيع على لها لنقطتين قدام الانتاج الحربي ده خط ده خط لأنه ضربة جزاء وجون جه مفهوش مجال طبعا احنا بنحصي المباريات اللي شهدت أخطاء تحكمية أهدرت نقاط واضحة أيوة مفيش جدل وبعدين ما حصلش عليها مفيش جدل في رأي تحكيمي مش رأينا برضو إنما ما من مباراة إلا والأهلي ما يتحسبلوش أخطاء بس الأهلي بيكسب فعشان كده الخطة ما أسرش على نتيجة المباراة فمش هنعدها احنا بنقولكو لما حد يتقالك التحكيم والأهلي والكلمتين اللي 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 نصح حفظاهم يبقى الرد الموثق هو اللي انتو بتسمعونه من لسان خبراء التحكيم وعن مبارايات ما فيهاش جدل ما حدش اختلف وفي شاشة من شاشة قناة الأهلي شاشة أخرى ماتش من الماتشات اللي شاهدت اهدار حقوق للنادي الأهلي كانت قدام بيرامدز ضربة جزاء غير محتسبة للأهلي أمام بيرامدز نشوف رأيي كابتن أحمد الشيناوي في أونسبورت فيها طيب باش مهندس الأهلي بيرامدز انتهت اتنين واحد ده مجموعة بالقرارات مش خرار بس طبعا أبرزها ضربة الجزاء طيب أبرزها ضربة الجزاء لو كانت تتحسبت كانت المباراة على الأقل هتبقى التعادل يعني كده ضاعت نقطة مع النقطتين بتوع الانتاج في ثلاث نقاط مش رأينا رأيي كابتن الشيناوي بشكل واضح وصارم فيه بمناسبة ان دي شاشة أونسبورت او شاشة محايدة مش شاشتنا شاشة الأهلي بكرة هتستمتعوا فيها بإذن الله مع أولى برامج الخريطة الجديدة صهرة معا بكرة برنامج في الصهرة ان شاء الله تستمتعوا به بشكل مفاجئ وشكل يمتعكم ان شاء الله بصهرة قوية وممتعة لكن كمان بكرة إعادة ملك وكتابه هتبقى من عشر إلى اتنشر الصبح الجمعة ثم بعدها هتستمتعوا مع برنامج الأشبال للصديق العزيز الكابتن أسامة حسني وهو بيحتفل ببكورة بطولات الموس أشبال الأهلي موليد 2001 أبطال الدوري اللي خدوا البطولة بجدارة قبل نهاية الموس أه أسامة بكرة جايبهم بيحتفل بيهم هتتعرفوا من خلالهم على مستقبل الأهلي بشكل مطمئن جدا إذن إعادة ملك وكتابه من عشر إلى اتنشر بعدها حلقة برنامج الأشبال ثم المباراة الودية الأهلي وجمهوريت شبين بكرة على الهواء مباشرة على شاشة الأهلي من ملعب مختارة تيتش الساعة ثلاثة العصر إذن بكرة يوم بالكامل أمام شاشة الأهلي وجبة أهلوية دا سنة فيه مفجئات كلها تبدأ بإعادة ملك وكتابه من عشر إلى اتنشر ثم الأجبال والاحتفال ببكرة بطولات الأهلي هذا الموسم ثم الاستمتاع ببمراع على الهواء مباشرة للأهلي وجمهوريت شبين اللي يطمئن على القوة الضربة الأهلوية قبل مباراة القمة ومسك الختام بالليل صهرة معا إن شاء الله كل الاستمتاع لحضراتكو بيوم أهلاوي كامل إذن لدينا عند الناس دول لغاية دلوقتي تلات نقاط نقطتين ضاقوا قدام الانتاج الحربي الناس دول اللي بيتقال إن هم بيجملون الناس دول اللي بيستمرار أصدر للتحكيم على الأهلي اتفرجوا على وجبة الأخطاء الفادحة والمؤسرة في النتيجة نقطتين قدام الانتاج الحربي نقطة ضاعت كان ممكن تيجي قدام بيرامتز على الأقل ثم كانت مباراة الأهلي وسموحة ضربة جزاء غير محتسبة للأهلي أمام سموحة نشوف رأي الكابتن أحمد الشناوي في أونسبورت يعني ضربات جزاء والأوضح هي دي المشكلة وعلى فكرة إحنا مش بنحصر يا جماعة إحنا بندي أمثلة لأن لو حصلنا يعني مباراة سموحة دي اللي أهلي كسبها آه فخلاص ما أنا بقول لك ده دخد فيه أنزاء ولمشكلة مش إنه كسبها أيو ما تتموك تحرمني من اللعب ده فماتش مهمة بالإتذار ده آه إحنا بنشوف التحامل التحكيمي ما بنتكلمش وعلى فكرة أنت قلت فيه ماتشات كسبناها مش هنعلق عليه خلاص آه مش هنعلق على أخطاءها حييجي يقول لك في الماتشات اللي كسبتها هم حيقول لك أنت تجملت في بعضها كويس في كل الماتشات اللي أثار هذه النقاط كان للأهلي حقوق واضحة في هذه المباريات لم تحتسط من ضربات جزاء لكور أفصيد ما هياش أفصيد وبعدين يا راجل ده ما بيديش إنذارات لحد يعني منافسي الأهلي بيلعبه بملء الحرية ضد النادي الأهلي في حين نادي الأهلي زي أبو لمس اللي ألمس حدي أبو لمس أه حلو أبو لمس دي الله ومبرح اللي كانت اللي شغالة دي وما فيش إنذارات وما فيش لا في حكم بيسأل اللعيبة في حكم بيسأل لابين أنت عندك كام أنت مش جايب أنت عندك إنذار والإنذارين قبل بيطلع على إنذار ده إعترافات بس ما علينا خلينا لالي بدأ الدوري مع الإسماعيلي وكانت المسألة بين من أولها أول مباراة للآهلي مع الإسماعيلي هدف صريح أهو مش ممكن هيتعرض يتلغي بشكل واضح لكل بالي الله يبسيه بالخير الرجل يعني على طوله أهو من كل بالي طالع وأزاره كمل جون شرعي كاملا ما فيوش أي حاجة خالص باعتراف الفقهاء كلهم إنما هو جهاد جريش لازم يتغيل الجون لازم تلغي الجون ده علشان في نفس الإسبوع نفس اليوم في نفس اليوم يحصل الجونة وافتتح شريط الأداف هل يفعلها الركنية تتلعب كرة عالية داخل وضربت الرأس وداخل المرمى والشباك تهتز وافتتح مصري مع الجونة ها نفس هدف الأهلي نفس اللقطة تقريبا ده هدف الأهلي كل بالي ولعبها ووزاره كملها محمد كوفي للمصري في مرمى الجونة في نفس حتيجي دلوقتي حتشوفه ازاي ده يتحسب وده اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيه هي فين المعايير هي فين المعايير ليه مش واحدة يعني نفس اللقطة بنفس الهدف هنا بيتلغي وهنا بيتحسب مطرس الإسماعيل لله لتعادل واحد واحد يعني ضاعت نقطتين ونقطتين الانتاج ونقطة في مباراة بيرامد قادل خمس نقاط بشكل واضح جدا على الاقل اخطاء حقيقية واهداف تلغت اهداف سليمة كانت كفيلة بانه الاهلي دلوقتي كان يبقى هو اللي سابق بتلت نقاط كمان مش هو اللي متأخر بنقطتين وما حسبناش لحد اي حاجة وما فتشناش في ورق اي حد وما بصناش الا في موطشات الاهلي بس وما حسبناش اي حد على اي حاجة فقط الاهلي كان له حتى الان خمس نقاط ضاعت بسبب اخطاء التحكيم هل فيه حد اهدر ليه خمس نقاط السنادي في صراع المقدمة على الاقل محتاجة مراجعة هل الاهلي السنادي حد اتعرض لضغط مباريات واجهاد وسفريات وعدد من المباريات اكتر من الاهلي علشان سمعنا اليومين اللي فاتوا مسألة قصتو مفيش تكافه وفرص قصتو الاهلي مريح فترة طويلة والناس بتنسى الارقام احوال اخوة الله بالله هو انا عايز عارف اعا لما كان الاهلي بتأجله عشان بيلعب في افريقيا وكان هاشكو الاجهاد يقول لك الجهاد ايو بتاعه بيريحوك اوه وبيأجلو لك مطشاطك النهاردة لما انت قاعد منتظر اللي تأجله مطشاطه كامل مطشاطه ده انت بترتاح طبا هو كان بيرتاح هو وانا كنت بقى كيف يلعب مباراة والصورة ورأي خبراء التحكيم مش رأينا وشوفنا خمس نقاط اتخصمت من الاهلي في الاجهاد وضغط المباريات علشان برضو نغم التكافؤ الفرص لغاية النهاردة او لغاية مبارح لغاية مبارح من اول ما بدأ موسم الدور السندي الى للعب 45 مباراة الزمالك لعب 39 مباراة وبيرامدز المنافس التالت لعب 25 مباراة يعني الاهلي اكتر من بيرامدز بعشرين مباراة وناس تتكلم على الاهلي بتتزبط له جدول بثارق عشرين مباراة يكاد يكون الضعف ده 45 وده 25 واكتر من الزمالك بست مباريات ست مباريات زيادة للاهلي عن الزمالك بل انه اتقال ازاي الزمالك لعب في الجزائر يوم سبعتاشر فييجي يلعب يوم عشرين لا المباراة اصلا مباراة المقولين كان معادها تلتتاشر زي مالك طلب من لجنة المسابقات يخليها اربعتاشر وافق على اربعتاشر جيه اربعتاشر قالك لا طب ما خليها بعد ما ارجع طب خليها بعد ما ترجع اتأجلت ثلاث مرات الاهلي ما كانش بيلاقي حد يعمل معاها كده بالارقام ليه الاهلي في التسعة وتلاتين الخمسة واربعين مباراة اللي لعبها باشواندس الاقيه في فترات طويلة جدا لعب مطشات كتيرة تقريبا بواقع يومين وربع مباراة كل يومين وربع مباراة ويحسبوها ربما اقل من الربع كمان الاهلي لعب مع الترجي يوم 17 اغسطس رجع يلعب في الدورة يوم 21 يوم 21 مع دجلة 21 مع دجلة رجع من سفر خارجي ايوة 24 مع حرص الحدود 28 امام كامبالا سيتي بدون فواصل كلام ده كم يوم من 17 اغسطس لغاية 28 كم يوم 11 يوم في 11 يوم لعب اربع مباريات شايف المعدل في 11 يوم لعب اربع مباريات يعني اقل من تلات يوم فيهم كم سفر وفيهم سفريت سفريت ايه بالضبط يتكرر تاني الاهلي يلعب يوم 27 سبتمبر مع النجمة في بيروت في بيروت يرجع يلعب يوم 2 اكتوبر قدام صليف الجزائر ويلعب 7 اكتوبر مع الاتحاد ويلعب 10 اكتوبر مع الترسانة يعني 27 2 اكتوبر 7 اكتوبر 10 اكتوبر في 13 يوم يلعب اربع مباريات اربع مباريات في 13 يوم يعني يومين وين اهل من 3 او 3 ساعتين انتو متخيلين حجم الضغط والاجهاد اللي الاهلي لعبوا لعب 7 مباريات الاهلي في 22 يوم كل كتلة من دول عدد مباريات سبع مباريات اربع مباريات خمس مباريات بصوا اللكشة مرة واحدة في مدة قدية الاهلي لعب يوم 14 ديسمبر مع جيمة جيفارة الاسيوبي 14 ديسمبر ومع النجوم 17 ديسمبر الاهلي لعب سبع مباريات في 22 يوم فقط خلال شهر فبراير 2 فبراير مع سنبا 5 فبراير مع امبي 8 فبراير مع حرص الحدود 12 فبراير مع سنبا في تنزانيا 16 فبراير مع الانتاج 20 فبراير مع الداخلية 24 فبراير مع الجونة في الغرداء وكأنه فبراير مش 28 دي 38 في كده في حد يلعب كم مباريات دول بقى سبع مباريات في 22 يوم هي نفس المعدة نفس يعني لما يتقال الزمالك ازاي يلعب وفيهم كم سفرية حتى الجونة برا اه شفوا عدد المباريات المضغوطة المشكلة ان الاهل عمل صفقات جيدة جدا اللعبة الحمد لله رجعت من اصابات الجهاز الفني يدير المسألة بشكل كويس وفق الفريوة الحمد لله في تسع مباريات فوز متتالي الحكاية دي ديقت الناس ازاي نحط له جدول بالضغط ده وتحكيم بالشكل ده ويعدي دي المشكلة بعد الفاصل هنشوف اذا كان هذا هو المعترك المحلي بكل ما فيه ماذا عن المعترك الافريقي بكل كواليسه بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد الاهل يحامل لقب بطولة الدوري ينافس بقوة على دفاعا عن لقبه يوم 30 مارس ان شاء الله السبت اللي بعد الجاي لقاء القمة الاهل والزمالك ان شاء الله يليق بقمة قطباي الكرة المصرية في هذا الصراع الثنائي المحتدم هذا الموسم لكن المؤكد انه ده مش معناه ان الدور بيخلص ولا يا باش منص لا طبعا قد يفوز احد الفريقين لكن الدور اللي السبعين بص 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 تحميل هذه المباراة اكثر مما تحتمل هي كانت لو ظل فارق نقاط كبير كانت ممكن تؤدي الى حسم الدور يتعزز يترجع للمنافسة يتبعدك انما النهاردة الفارق يسمح بأي نتيجة ايوه ويبقى الدوري مازال موجود وقابل التعويد وقابل التعويد صحيح لكن المتش جاي في مناخ إذا مالك تجاوزوا الصعوبات الافريقية والاثنين يعني تأهلة فاصبح الظروف بتاعتهم في المشوار اللي جاي واحدة يعني ده حيسافر ويلعب وده حيسافر ويلعب وده يعني حتى ظروف الإجهاد والصفر والمشاركات واحدة فانت داخل على الدور التاني بظروف مختلفة خالص كان الاهل يعاني منفردا من الإجهاد وضغط المباريات وكسفتها وأصرت على بعض النتائج بالإضافة إلى ما حضرتك لمسنا عليه هنا من أخطاء تحكمية المباراة دي أهميتها بقى جاية دلوقتي هل ترتيب الجادول سيتغير ولا لا يعني هل نشهد تصدر الأهلي لأول مرة لصدارة الجادول نتمنى فوز الأهلي إن شاء الله يعيدوا في الصدار نتمنى فطبعا أهمية المباراة هي مهمة لكنها مش حاسمة على أساس أن الفارق قريبة قابل لأي من هما للتعويض وإن شاء الله الأهلي يكون في أفضل حالاتي ويسعد جمهوره يعني اتعادل يحافظ على الفارق يستعيد صدارته الفوز يديك الصدارة هذه ما لا قدر الله بترجعنا خمس صدار تخليك تسعى للتعويض فيما هو قادم وهو كثير أيضا وده بقى موقف تاني فيه معاناة لأن مصيرك مش في إيدك كنت كل ما تتمنى أن تدخل هذه المباراة مصيرك في إيدك وقد تحقق بس طيب ده بالنسبة للدوري والمؤكد فيه كلام كتير إن شاء الله لكن فيما يخص أفريقيا إن بلح استمتعت وحضراتكم بقرعة دوري الأبطال والكونفدرالية معان قرعة دور التمانية الأهلي مع صندوانس عايزة أقولك إن مبارح أنا كنت بقولك مش عايز صندوانس لا بص مبارح أملت الكابتن ساد عب حفيظ في النادي قبل ما يروح يحضر القرعة فكنت أنا هو كابتن محمد رمضان فبيقول لي قلت له بص هو صندوانس وملاعب نظيفة ومناخ كويس جدا قال لي بس الفرقة ديت أقوى الفرقة اللي موجودين أقوى ومشورة رزل صحيح لكن معرفش ليه حتى عماد متعب هو بيسحب القرعة قال بعدها إنه أهو سيد قال لي ده من أغلى الجوان اللي عندي بس الناس مش فاكرها جون في صندوانس يمكن عشان مكامل مخبه وشه الناس ما عارفتش إنه هو إنما جون مؤثر جدا وفي قابل النهائي برضو ومحمد وفي الهد أهو جون من الأهداف المؤثرة جدا بجانب الرأس حقيقة يعني قال لي الناس فاكرها لي جون التراجي نعم مش فاكرة جون صندوانس فراح عماد متعب قال لك أنا كنت قيل شريف كرامو حسام عشور هنوع مع صندوانس قالوا له لا ما تجيب لنا ما يحاول تسحب حد تاني فسحب طلقة صندوانس برضو صندوانس فريق يمثل كرة جنوب أفريقيا المتطورة الراقية الهادية ما فيهاش مشاكل وما فيهاش التوترات ولالي دائما أو كثيرا ما أجاد في جنوب أفريقيا الحقيقة مع كل الفرق اللي لعبها وهنستعرضها لكن باستمرار بيقدم كرة حلوة وبيحقق نتائج إيجابية الهادية مع صندوانس المباراة الأولى هتكون 6 إبريل في جنوب أفريقيا والعودة في القاهرة يوم 13 الهادية والزمالك يعني هيلعبوا 30 لقاء القمة ثم هيلعبوا الأهلي مع الاتحاد والزمالك مع السموحة ويسافروا بس الأهلي هيلعب بيوم بدري عن الزمالك عن الزمالك إن شاء الله في حال فوز الأهلي لأنه الأرعة أرعة دور التمانية زي ما تبعتوها مباراة الأهلي مع صندوانس شباب قصنطينة الجزائر مع التراجي حوريا كونكر الغيني مع الوداد البيضاوي المغربي سمب التنزاني مع مازنبي الكنغولي يتلاحظ الأربعة الكبار إذا كان الأهلي أو التراجي أو الوداد أو مازنبي الأربعة الكبار طبعا المباراة الأولى في أرض الفريق التاني دي وفقا لللاح لكن حظوظ الأربعة الكبار في الاستمرار من الناحية الفنية كورة فيها مفاجآت أو فيها مفاجآت طيب بإذ الله تعالى إن شاء الله مع تخط الأهلي عقب صندوانس يعمل إيه الأهلي لو تخط صندوانس هيكون قدامه مواجهة لمع الفايز من الوداد وحوريا كونكر الغيني الوداد المغربي وحوريا كونكر الغيني بينما على النسق التاني هيكون في صدام بصر يعني يعني سانداؤنز وغالبا هتبقى الوداد المنطقي الهال والوداد في قبل النهاية بس في نفس الوقت ما اللي شوف بلاو الناس تهون عليه بلوته ألاقي مزنبي والتراجي الاتنين مواجهة محتملة في قبل النهاية التراجي مرشح لتخط شباب كوسونتين الجزائري ومزنبي مرشح لتخط سينبا التنزاني فقبل النهاية الأهلي والوداد إن شاء الله تعالى التراجي مزنبي الأربعة رفعوا للكاس الأربعة فرق أصحاب ألقاب في هذه البطولة صحيح أن الأهلي أكبرهم وأكثرهم لكن الأربعة أبطال فأنتم تخيلين أن البطولة أربعة بيتصارعوا في قبل النهاية الأدوار المحتملة كلهم منهم ألقاب كلهم مرشعي كله زار منصات التتويج وصان داونز برضو فريق بطل لكنه دور قبل النهاية حيتكون مباراة الزهاب فيه أحد يومي 26 و27 إبريل والعودة أحد يومي 3 و4 مايو الأهلي بإذن الله في قبل النهاية يعني في دور التمانية العودة في القاهرة وفي قبل النهاية العودة في القاهرة برضا هل المباراتين للأهل والزمالك كل واحد لهم مباراة ما بين مباراتي الزهاب والعودة يعني دا توقيت مناسب أنه محشورين كده في الزحمة اللي هو مطش الزمالك واسموحة والأهل والاتحاد ها يعني غالبا غالبا الرؤية بتقول أن المطشين دول تأجلوا وهيبقى فيه حشر برضو فيه قبل مباراتي القياد نفس المشكلة الأهلي سكته زي ما أنتم شفتوها سانداونز ثم محتمل للوداد وفي المرتين بيلعب العودة هنا لكن في النهائي بإذن الله التتويج بره وده وده الاتحاد الأفريقي اللي بيجامل الأهلي بقاله ثلاث رابع مرة العودة بره العودة في التتويج في النهائي بره يعني ويتقالك هسو بيجامل الأهلي لا وكل مرة بقى أنا بطلع الأول على مجموعتي بس بلعب النهائي بره المصار بتاعه ماشي كده في حال الصعود للنهائي إن شاء الله مباراة الزهاب هتبقى 24 أو 25 مايو والعودة والتتويج بتبقى 31 مايو أو أول يونيو يعني 1-5 الحزبة انتهت والبطل توق ده قبل العيد ب لحظات ونبتد الموسم اللي بعد يعلق باربع تيام كل سنوان طابعة عمنا من الوسط عمنا من يحسب فقالك لقبل العيد باربع تيام شاف الرؤية شاف الرؤية بدري لحيث يتعبتم الصيام الشيخ شوارب قالك نتبقى لنت القدر قبل العيد باربع تيام طيب سنداونز دوري أبطال أفريقيا عنده لقب في 2016 وعنده لقب في الصوبر الأفريقي 2017 محليا في جنوب أفريقيا عنده خمس بطولات دوري يعني إذا كان الآله عنده أربعين دوري سنداونز عنده خمس بطولات دوري 2005 2006 2006 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 يعني من الوضع جدا أنه من أول مظاهر كبطل للدوري في 2005 2006 وماشي بشكل المبساعد نتائج مقويسة في الفترة وده لأم حاجة مش تاريخ بالضبط لا هو حاليا قول صحية حصل على كاس جنوب أفريقيا مرة واحدة في 2015 وكاس الدوري مرة واحدة 2015 2016 هو إذا كان الأهلي 1907 هو 1970 فرقاها يعني الصفر تشيل من هنا تحط هنا هنا 1907 راح محرك أي بس هو يعيش أزهى فترات تاريخه صحيح مدير الفني وطني بيتس وموسيماني ده المدير الفني لساندونز إزاي صعد لغاية لما اصطدم بالأهلي والحقيقة كان اللافت بالنسبالي أنه صحف جنوب أفريقيا يعني الصحف الكبيرة عندهم صحيفة الطايمز في تعيقها على القرع قالت ساندونز يقابل الفريق الأنجح في تاريخ أفريقيا ده كان عنوانها عن ساندونز على الأهلي قالت الطايمز ساندونز يقابل الفريق الأنجح دي صحيفة الطايمز الجنوب أفريقيا وقالت الصحيفة أنه ساندونز ممثل جنوب أفريقيا سيقابل النادي الأهلي الفريق الأنجح في تاريخ أفريقيا بعد أن توجه بتمن ألقاب وأبرزت الصحيفة فو سانداونز على منافس الاهل في مصر وهو الزمالك والتتويج بلقب دور الابطال 2016 2016 فاكرين انت حضرتكو سانداونز وتتويجه على حساب الزمالك التايمز كشفت عن تفوق الاهل على انديت جنوب افريقيا وقالت انه بعد ما فاز على سانداونز في 2001 على اورلاندو بيرتس في نهاء البطولة ايضا في 2013 صحيفة كيك اوف الجنوب الافريقية حذرت سانداونز من الاهل وقالت سانداونز يقابل العملاق المصري وطلبت الصحيفة لعيب سانداونز التحلي بروح عالية زيادة عن اللازم وهم بيواجهوا فريق عملاق بحجم الاهلي وقالت انه ده فريق تعمله الف حساب لانه عنده تمن القاب صحيفة الانديبندنت الجنوب الافريقية قالت ان الحظ السيء فرض على سانداونز انه يصطدم بالاهلي وقالت ان عملاق مصر في افضل حالات واكدت انه بالتأكيد لا توجد ارعة اصعب من تلك يعني بتواسي الانديبندنت الجنوب الافريقية وانت مدرك وبتحترم قدرات سانداونز هم مدركين ايضا قدرتك وقالت لسانداونز يكاد يلمح انه ده يعني نهائي وبكر قالت لسانداونز انت في حضرة النادي الاكبر في افريقيا لكن بنجدد السقة في المدرب وفي اللعيبة لعبور هذه المهمة الشاقة اللي وصفتها بانها خطوة كبيرة نحو اللقب الافريقي سانداونز ايه اللي وصلوا انه يخبط في الاهلي كده وصل ازاي لغاية هذا الدور تأهل لعب الدور التمهيدي فكسب فريق من غنية الاستوية اسمه فيشتريانوس فيشتريانوس فاز عليه سانداونز اتنين صفر وخمسة واحد ريح جاي مهمة جدا النتائج دي علشان تعرف منافسك بشكل كويس اتنين صفر وخمسة واحد لعب في دور الاثنين وثلاثين فلعب مع اهل بنغاز الليبي تعادل معه صفر صفر وفاز عليه اربعة صفر واضح فريق اكتر الفرق المتأهلة احرازا للاهداف في مجموعة نتائجه في المجموعة الاولى لعد في المجموعة الاولى جمع عشر نقاط تأهل خلف الوداد البيضاوي له نفس الرصيد بعشر نقاط لكنه تفوق الوداد بفرق المواجهات المباشرة اتنين واحد وواحد سفر في نفس الدور فاز سانداونز على اسك الافواري تلاتة واحد وصفر سفر كسب اسك تلاتة واحد وتعادل معه صفر سفر وكسب لوبستارز النيجيري تلاتة صفر وخسر منه اتنين واحد اول هزيم اه جمع عشر نقاط تساوى بيهم مع الوداد لكنه تفوق الوداد بفرق المواجهات المباشرة حاليا في جنوب افريقيا على رأي المسعد ايش حالك اليوم اذا كان عندك هذا التاريخ طب انت النهاردة عامل ايه؟ النهاردة هو بيحتل صدارة الدوري في جنوب افريقيا لعب تلاتة وعشر مباراة جمع تلاتة واربعين نقطة فاز في احداشر مباراة من التلاتة وعشرين وتعادل عشر مرات وخسر مرتين فقط بس ايه الدوري ده؟ يعني يتعادل عشر مرات يعني يتعادل عشر مرات يعني هو كسر خمسين في المائة من مطشاته تقريبا اقل كمان الاهله واحد وخمسين نقطة من اتنين وعشر مباراة اه معدله افضل سانداونز في التلاتة وعشر مباراة سجل تلاتين جول برضو ده معدل عالي الى حد كبير كويس واستقبل 18 هدف برضو معدل كويس كل جولين جول تقريبا جولين وربعة اذا كان الاهل بينافسه زمالك وبرامدز هذا الموسم سانداونز بينافسه بيدفست عنده 41 نقطة يعني ده اخر فريق واجه الاهل من جنوب افريقيا كلهم الاهل لف عليهم بيدفست اورلاندو كايزر تشيفز سانداونز كلها فرق واجهة الاهل في مناسبات كتيرة بيدفست عنده 41 نقطة بيقل عن سانداونز نقطتين اورلاندو وكيب تاون برضو اللي سبق له واجهة الاهل 40 نقطة يعني واضح جدا انهم قريبين من بعض اربع فرق اربعين واحد واربعين تلات واربعين دوري قوي طبعا سانداونز خرج من الدور الاول في الكاس قدام تشيبا يونايتد بخسارته اتنين واحد خسر في الكاس وخرج في بطولة كأس الدوري بطولة عندهم فالسانداونز في دور 16 على بلومفتين واحد سفر وخسر في الدور الربع النهاية امام بروكا بهدفين ايه حكاية الاهل مع سانداونز ايه تاريخه مع بعض اذا كانوا هم بيخوفوه قوي كده وقالوا له ده انت واعتك مش فايته انت مفيش قرعة اصعب ليك من كده انت هتواجه عملاق القاهرة ليه الاهل اللعب مع سانداونز اربع مرات مرتين كان في نهاية دور الابطال 2001 دي بدايته جون سيد عبد الحفيز في 2001 اتعادلوا هناك واحد واحد في جوهانسبيرج بهدف سيد عبد الحفيز من عرضية محمد فاروق شوفوا المفارقة اول هدف يجيبه في سانداونز سيد عبد الحفيز مدير الكرة دلوقت عايزين يجيب هدف برضو عايزين يسجل فيهم اداريا مباراة العودة هنا كانت ممتعة جدا وفاز الاهل التلاتة صف لنجمه خالد بيبو في مباراة كانت مبهجة جدا خالد بيبو في سرعاته لا طبعا والموشم ده عمل حاجات مبدعة اه سوبر هاتريك مع زمالك وبعدين هاتريك مع سانداونز يعني حاجة جميلة 2001 كان قمة التواهج بتاعه اما ليه وجاله عرض من في المرشدة مش كده طبعا شوف بص الترقيسة وبعدين الزقة لا كان لعيب جميل وهو مرداش مرداش روح سانداونز في 2008 2008 في دور 16 اتعدلوا في جوهانسبرج اتنين 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 يعني الاهلي بيتعدل دايما هناك سجل الاهلي بركاته زي ما حضراتكو شايفين وفاز الاهلي في القاهرة اتنين صفر شادي من ضربة جزاء وأبو تريكا بعدها الاهلي تعادل هناك اتنين اتنين وفاز هنا اتنين صفر علشان يأكد تفوقه في 2008 على سانداونز سيد عبد الحفيز اول من هزى شباك سانداونز من لعيبة الاهلي نشوف رأيه مبارح بعد ما القرعة او بعد ما عمد متعب سحب له القرعة وواجه بها سانداونز يوم 5 او 6 ابريل هنشوف الوضع عامل ازاي لكن لسه يعني انت بتكلم دلوقتي في حوالي اكتر من 15 يوم يعني فالتحضير فيها بالتأكد هيبقى يناسب الحدث لكن عندنا طبعا مبارات محلية هنفكر فيها قبل ما نروح في سانداونز بيزان بنستعدي الوي خلاص احنا كنا نخذنا ثلاث يام بعد مبارات شويفة الصورة ورجعنا خلاص دلوقتي نستنين لعبة المنتخب سواء كان الاول او الاولمبيا او العيبة حتى المنتخبات المتفركة تونس او انجولا بالنسبة العلي معلول وجيرالدو يعني ان شارح من نكون موفقين في اللقاء اللقاء مهم بتأكد مش مطلوبة لحاجة يا الفكرة كلها انت خلاص زي ما اولتلك يا مباراة نهاية مبكرة بتقبل فرقة عندها قدرات كويسة قوية عندها قاعدة شعبية عندها خبرات عندها سيفيك محترم في البطولات الافريقية والمشاركات الافريقية حتى في نسخة دينات تلعبت حوالي حوالي توتل مطشط حوالي 10 مطشط وكسبة 6 وتعدلت 2 وخسرت 2 يعني يمكن من اكثر الفرقة اللي سجلت في في البطولة او نسخته الحالية جايب 20 جولل ستابلت شبكة حوالي 6 اهداف معدل فزا حوالي 60% هدافهم عنده عنده خمس اهداف فبالتالي هي فرقة بأكيد كويسة يعني لكن انت كمان النادي لاطه بأكيد هي مباراة مهمة جدا وقوية جدا شكرا لكامتن ساد عبد الحفيزي الحقيقة وانا راه يعني راجل دماغه متستفى لكن يحاسب ويهاجم على انه اعتبروا لقح كلام لما سأل مجموعة من التساؤلات مست التحكيم وانذرات وتحقيقات وتصعيد جامد جدا معا لكن في كل مناسبة واخرها امبارح تعتيم او تبسيط او قفزا على الامور سميها زي ما تسميها تجاهل الامور امبارح كان فيه مشهدين من اعجب ما يمكن مشهد ما بعد المباراة والحكم مش عارف يغادر مش عارفين لجنة مسابقة هتعمل ايه في دي حنبدل في غرامات ولا ايه في الوقت اللي بيتام فيه جماهيرنا بانها بتتجاوز وقد تكون بتتجاوز واحنا مش عايزين التتجاوز احنا مش عايزين الجمهور يخرج عن دوره فيه تشجيع مهزب لفريقه مم لكن كمان لما لعيبة تروح تتهجم على حاكم مرة واثنين واثلاثة 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 بالعكس اما مسؤول يطلع يقول ان مدير التحدي قال لي لما اعترضت على الحاكم ما تقلاش ما فيش مشكلة آآ عصام مد تعليمات. يعني الكلام كده. وبعدين يزعلهم ما انا بقول. آآ آآ الدوري خارج الملعب. هو ده معناه ايه كل ده. ان الدوري طب اقول لك هو افريقيا راحت آآ من الاهلي في الملعب. ايه ده ريه? خارج الملعب. ده خارج الملعب. ده خارج الاعلام وخارج. كان كل شيء يعني فيه خروج عن المقلوف. فكل كلمة عملين كبر فيها وما حدش عايز يتوقف قدام لو لو حد بيرصد لنا. هم? هو عشان الاهلي ملتزم وما بيجمعش ويبعد تشتيكة. آآ يعني ما تتهونوش ب ب ب ب ب حقوق الاهلي اللي عماله تقدر دي. احنا لو حد بيرصد الدور المصري حيرصد حاجات والله ما يكمل. والله تعاقب ناس كتيرة جدا. التصريحات عن تحالفات وعن مساندات وعن آآ آآ يطلع مدير اتحاد كل يومه التاني يتحدث عن ازاي مش عارف يعمل ايه عشان نريح. آآ آآ نادي بعينه تحكميا. و و و و و و يطلع يتقال انه هو آآ يعني صدر على لسانه ما هو انا واخد طمأنة من الكابتن عصام عفتاح انه تطمينه على العلمات اه فيه تعلمات اتطمينه للحكم ايه ده ايه ده كده محدش يتوقف محدش حاسم محدش يتكلم محدش ولا الاتحاد يتكلم حتى بنزل المجير ولا حد من اتحاد الكوريا استنكر ولا حد يقوله اطلع وضح انت قلت كده ازاي ما فيش حاجة ما بقاش الامور دي تهم حد ما هقولك الكلام ده برحيم للاسف ده همان الوقت يا باشموندس لكن بكرا ان شاء الله جمعة جماهير النادي الاهلي تستمتع عبر شاشة قناة الاهلي بخريطة كلها وجبات دسمة جدا تبدأ في العشرة صباحا باعادة لحلقة ملك وكتابة اللي لادي بكرا من عشر الاثناشر ملك وكتابة الاعادة ثم بعدها برنامج الاشبال للزميل الكابتن اسامة حسني يقدم لكم مجموعة من نجوم المستقبل اسامة حسني بقى زميل الاهلي يقدم مجموعة من الاشبال ابطال الدوري اللي واخدين الدوري قبل معاده ابطال اول لعبي حتتتعرفوا على نجوم المستقبل هتتطمنوا على مستقبل الاهلي وبعديها ساعة تلاتة تستمتعوا بمباراة الاهلي وجمهورة شبين الودية من ملعب التيتش على الهواء مباشرة عشان تطمنوا على القوى الحاضرة والضاربة للاهلي قبل لقاء القمة ومسك الختام صهر معه في اولى برامج قناة الاهلي في الخريطة الجديدة اللي تباعا ان شاء الله هتستمتعوا بالمفاجآت الكبيرة فيها دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الاثنين القادم ان شاء الله ودايما وابدا زين النوادي تسبو على خير